أنا بقول دايماً اشتغل الشغلانة قبل ما يدوها لك بجد على السيستم اشتغلها هو أنا مش باخد فلوسي عشان أمسك ريجن أجمل هاشتغل بالفلوس أنا مش لا أصلا أنا يدوبك كده لا أنا عشان ألحق أروح الساعة ستة وكده قعد ساعة زيادة في الليدرشيب أو حد بيتحط في الليدرشيب رول هو مش عشان ياخد القرارات السهلة وعشان ياخد القرارات الصعبة اللي محدش عايز ياخدها هي دي أصعب حاجة في الليدرشيب الناس بتبص على أوفيس تريستيج سالري لكن الحقيقة إن فيه قرارات صعبة جداً عمرها ما الناس كلها هتبقى مبسوطة منها أكتر حاجة صعبة فعلاً هي القرارات الصعبة الحاسمة اللي لازم تاخدها مهارتك الأساسية إنك تعرف إزاي تتعلم تليرن هاو تليرن هو ده اللي أنا عايزة أشتغل عليه تعلم كيف تتعلم من أهم المهارات دلوقتي عالبت مهارة التعلم مهارة التعلم دي من أهم الحاجات لأنه ممكن يكون مش جاي بالخبرة اللي أنا عازيها 100% لو يوفي 70% لـ 80% منها خلاص ومعايا النهاردة المهندسة أماني ربيع الـ Chief Growth Officer لشركة آيسن Experience زيك يا أماني؟ أهلاً بيك يا عامل عامل إيه؟ الحمد لله تماماً أهلاً بيكي بـ Business بالعربي بودكاست موسيقى لكل أصحاب المشاريع فاوري بيزنس بيقدم حلول لكل موظفينك أي أن كان نوع أو حجم مشروعك من أول خدمات التحصيل من عملائك ومدفوعات الموردين لتأمنات الموظفين وخدمات الـ Payroll لو عايز تعرف تفاصيل أكتر روح على الويبسايت أي حاجة في خيالك؟ فاوري بيزنس حلها لك مشكلة التأليد والغش التجاري بتخسر الشركات مئات المليارات سنوية دلوقتي كارا بتقدم حلول رقمية للمصنعين بتمكنهم من حماية منتجاتهم من الغش التجاري وكمان بتتتبع منتجاتهم خلال سلاسل انداد وصولاً للمستخدم النهائي اعرف أكتر عن حلول كارا الرقمية من خلال موقعهم كارا دوت نت بدأت البيزنس بتاعك وبتعمل كل حاجة لوحدك؟ سي او في شركتك ودايماً حاسس ان في خطوة نقصك؟ تحاول دايماً توفر لهم كل حاجة عشان تحافظ عليهم وعلى اختيارهم للبقاء في شركتك ماجنت هتوفر لك دلوقتي كل الحلول الإدارية وخدمات الـ HR في كل المراحل من أول تعيين الموظفين واختيار الكوادر الصحة واستثمارهم معاك لحد توفير برامج تدريبية مختلفة مناسبة للتين بتاعك عشان ما يبقاش في حاجة تعطلك تكبر البزنس اللي بدأته زوروا موقعنا دلوقتي بيداشماجنت.com وسيب الباقي علينا السلام عليكم وأهلا بيكم بحلقة جديدة من بزنس بالعربي بودكاست معاكم أحمد رشاد مانجمنت كونسلتنت ومؤسس منصة بزنس بالعربي ومعايا النهاردة ضيفة جديدة بتتكلم على مجال مهم جداً للأشخاص وللمؤسسات مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي وبتدي قيمة تنفسية كبيرة قوي للمؤسسات وبتدي فرص عمل كبيرة لشباب كتير وهي الشركات المهتمة بفكرة الـ Customer Experience أو تجربة العميل وازاي يقدر أبنيها في المؤسسات اللي احنا فيها وليه في شركات بقت مختصة في المسألة دي بالذات ومعايا النهاردة المهندسة أماني ربيع الـ Chief Growth Officer لشركة AISON Experience زيك يا أماني؟ أخوارك إيه؟ أهلا بيك يا عمد نحن نشيل الألقاب عشان نتكلم كده كأصدقاء طبعا عاملة إيه؟ الحمد لله تمام أهلا بيك في بزنس بالعربي بودكاست أهلا بيك تانكي يا أحمد أنا عامل لك مفاجأ وهسألك سؤال بس الأول طبعا أنت لا تسألي مرات حابدة أنا ماشي ده البودكاست رقم كام ده البودكاست أعتقد 45 145 حاجة زي كده أقول لك ليه بي أسألك السؤال ده عشان أنا فعلا مش عايز أقول بحسدك وسأنا بغير منك أنك بتقابل كمية الناس دي وبتعرف على كمية الـ Industries فبتوسع مدركك لكل الـ Industries فأنت بالتعارف كل حاجة عن كل الـ Industries تقريبا يعني كل التوفيق يا أحمد بنخليك أنا حابتدي قبل ما نبتدي الحلقة يا جماعة عايز أفكرك لو أنت بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تفعل جرز الـ Notification وتعمل Subscribe لأن إحنا اكتشفنا أن جزء كبير قوي من اللي بيتفرجوا علينا مش عاملين Subscribe للقناة ولو أنت أو أنت بتسمعونا على أي منصة من منصات البودكاست صوتية منساش تعمل 5 Star Review وعمل Share ولو مع شخص واحد لأن ده أكتر حاجة بتساعدنا أن إحنا نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس أنا يعني لغاية دلوقتي تقريبا 145 أو 146 CEO Investor ورائد عمال وكو فاوندر بصراحة إحنا إن شاء الله على يناير حنبقى بقى لنا خمس سنين إحنا من أقدم البودكاست اللي كانت موجودة في الوطن العربي وغير شغلي في الكونسولتينج والبيزنس وكده أنا استفدت كتير أنا أعتبرها أكتر رحلة مرت بها في حياتي لأن فعلا بقابل ناس كتيرة جدا وإندستريس كتيرة وبنخش بدردشة في حاجات كتيرة قبل الحلقة وبعد الحلقة وفي منهم كتير بنبقى أصدقاء فالواحد يعني بصراحة تشايفها يعني غير اللي إحنا بنقدمه وعلم الناس بتستفد به لكن أنا شخصيا وأعتبر أكتر بها تستفد من الموضوع كتعليم نتورك بتاعتك كمان أكيد ده أكتر حاجة نتورك توسعك جدا الحمد لله فبقينا نقدر حتى نخدم الشركات بطرق مختلفة مش بس عن طريق البودكاست والميديا كتير قوي بنعرف الضيوف على بعض بيبقى في بيزنس بينهم حاجات كتير قوي بنعملها بقى الـ behind the scenes اللي ممكن الناس كتيرا ما تبقاش بتشوفها يعني طيب أماني أنا حابب يعني دايما أول سؤال بحبها بتادي في الحلقة معرفين عن نفسك أنا أماني ربيع أنا الرئيس التنفيذي لنمو وتطوير الأسواق في شركة أيسون إكسبرينسيز الشيف جراث أوفيسر وبيزنس ديولوكمنت أنا جويند أيسون من تقريبا خمستاشر شهر دلوقتي شغالة أيسون شغالة عايز أقول برضو باكراون على أيسون إكسبرينسيز أيسون إكسبرينسيز شركة بتشتغل على خدمة العملاء أو تجربة العميل من الأول للآخر كسلمر إكسبرينس اللي هي بنسميها كسلمر إكسبرينس ودي جرني طويلة قوي ناس ما تعرفش أنها دي جرني طويلة جدا بنشتغل في 19 بلد منهم 16 بلد في أفريقيا ودي برضو حاجة هنركز عليها 16 بلد أفريقيا عندنا ديليفري سنتر في إنجلترا في يوكي وعندنا في الهند وعندنا مكتب للربيزنتيشن في دباي فموضوع أن نحن بنشتغل في أفريقيا موضوع مهم جدا ده اللي بيدي أجر كمان لإيسون إكسبرينس أنا شايفة أن المجال بتاع خدمة العملاء أو تجربة العملاء ده ويمكن نتطرق للموضوع ده بعدين بس خدمة العملاء مش بس أنها بتعمل البوتوم لاين بتزود البوتوم لاين بتاع الكاستمرز والكومبنيز أنا عندي قناعة شخصية أن الكاستمر إكسبرينس بتاعت أي برودكت أو أي حاجة سلعة ببيحها برودكت أو حاجة بزورها أو كده هي اللي بتزود الرفضل لأن اللي عنده إكسبرينس كويسة في بعد السيلز اللي هو الأفتر سيلز إكسبرينس بتاعته بيقدر كده بيشتري البرودكت ده تاني أو بيقول لأصحابه أو بيعمل بيروح للإدارات تانية في الشركة تشتري من نفس الشركة دي تانية فأيسون بتشتغل في المجال ده من فوق 13 سنة عندنا 18 ألف موظف عندنا 35 دي لفري سنتر يعني 35 مكان بنعمل منه دي لفري منهم أربعة في مصر أصدق إيه بالدلي بري سنتر؟ يعني أغلب الناس لما بتسمع كلمة دي لفري سنتر بيفاهمين ده زي اللوجيستيكس شركات سلسل الإمداد لا فأصدق إيه من حتة دي لفري سنتر؟ الدلي بري سنتر هو المكان اللي أنا بيبقى عندي فيه أو الامبلييز اللي بيقدموا الخط لأن فيه مكتب زي مثلا مكتبنا في دبي ده مش دي لفري سنتر ده مكتب فقط بيقوم على السيلز والمبيعات والكوميرشال بارت فالدليفري إن أنا بيقى عندي مكتب بقوم بيقدر عين فيه الامبلييز أو الأيجنس بتوعي وبشتغل من هناك ويوكي نفس الحكاية إحنا استحوزنا على شركة في إنجلترا في سندرلند وهي دي اللي بنقدم من عن طريقها الخد فده زي ما قلت إحنا عندنا 18 ألف موظف منهم 3500 تقريبا في مصر 3500 في مصر 3500 ده النتور كلها بتاعة اللي بنقدمه من مصر كأيزو بنخدم العملاء دول من أربعة تلاتة في قاهرة ووحدة في السيود وده اللي هيرجعنا لحتة المهمة بقى اللي كلمنا فيها إن احنا الشغلانة دي بتاعة تأ abort العملاء أو ال passation او الكونتاكت سنتر هي لفلس كتيرة قوي هنتكلم عليها واحدة واحدة دي بتوصل للمكان اللي الناس عايزة فيه شغل مش لازم هما يقولي في التير وان سيتيز اللي بيسموها المدن الكبرى او العواصم الكبرى ان هما ييجوا هنا احنا روحنا قسيود فده بيقدم فرص عمل للناس في قسيود وانا باعتبارها الشغلانة دي كنز فرص العمل للشبيل وهنتكلم عن نفسي بجد تبقى توجه عامل الدولة بعد كده ايسون نكمل ايسون احنا بنشتغل في الحتة دي بيقولك من تلتاشر سنة اكبر طبعا ابتدينا بالتلكو سكتور فاحنا كنا في كينيا في ساوت افريكا في غانا في بوركينا في كذا بلد بنشتغل مين اللي يبتدوا بالتلكو سكتور فده كان الاج بتاعنا ولكن انت ترقنا بعد كده لسيرفيس ارياس كتيرة جدا بنشتغل عليها عندنا تقريبا بنكلم على خمسمائة مليون عميل والناس بتستغرب لما تسمع الرقم ده هو العملة بتوع العملة بتوعني اي حد انا بيعمل معاه فهو ده الرقم اللي بنتكلم فيه عندنا خطة طموحة جدا للنمو وهي دي اللي جاي عملها ان احنا جايين ننمي الاسواق الخارجية برا مصر لان معظم الشركات اللي بتشغل او العملاء اللي بتشغل عليهم بيسموه الانشور الانشور اللي هو بيعمل خدمة من البلد للبلد فده اكتر حاجة بنشتغل عليها ولكن ده وقت جايين نزود الافشور اللي هو بيعمل خدمة من ديليفري سنتر بتاع البلد لبلد اخرى وفي عجالة كده هقولك التعهيد المجال ده كله بتاع الافشورينج او الاوتسورسينج او اللي هو تصدير الخدمات ده الاوتسورسينج هو بعهد لحد انه يعمل الشغلانه دي بمعنى زي ما يكون عندك فرانشايز انا عندي مكان بشتغل منه وعايز اعين ناس تعملي الانبوردنج بتاع كريدت كارد او اي حاجة ما اقدرش اعين 3000 واحد يعملوا الموضوع ده فبعهد لحد تاني يعملي كده لها تلاتة لفلز لو انا بعمله جوا الشركة بيسموه انسورس ده مش بعهد لحد ده انا مصرر النوهاو او العلم ده يقعد كده جوا وانا اعمل خدمة من جوا وممكن يكون عندي لوكيشن وعندي ناس كتير تعمل عندي الليفل اللي بعديه ان انا بعمل يعني بعهد لحد ولكن في نفس البلد اللي انا فيه فانا بعمل من مصر لمصر من كينيا لكينيا من سوات افر من جنوب افريقيا لجنوب افريقيا وبعد كده ده ان انا بعمل الخدمة من بلد لبلد تانية يعني انا بعمل الخدمة من مصر هنا لبلاد اوروبا لالمانيا لانجلترا لرومانيا لايطاليا لاسبانيا وفيه كده مصطلح كان ظهر مؤخرا حتة اسمها نير شور لما البلد بتبقى ملاصقة لك اكتر او يعني سيستر كونتري لك بيسموه انشور يعني ساعات بيسمونا حتى احنا والسعادية ممكن انشور انجل السعادية بيسموهاش اوفشور اوه فده كل اللي احنا بنقدمه وزي ما قلت احنا متخصصين في المجال ده عندنا بيلر مهم جدا كمان لأي از اتكلم عليه سريعا كده للكولكشنز مانجمنت لتحصيل المدينيات لأي مدينيات عندك حاجة بتحصل عايز تحصل فلوس من اقصات من كرادت كاردز من اي حاجة فده برضو ايصان متخصصة فيه جدا والحاجة اللي احنا برضو عندنا ميزة تنفسية فيها ان احنا عندنا ديجيتال تيم عندنا ديجيتال تيم شغال على سواء الاي اي اي او الحاجات ولكن احنا بنقدر نشتغل على الجزء بتاع ان احنا زي نعمل ديجيتال ترانسفورميشن او ان احنا نشتغل على الشركات في الجزئية دي من جوا مصر من هنا والتيم موجود ما بين مصر وساوت افريكا والهند حالو طيب مجال الـ customer experience او الـ customer service او الكلام ده لي يعني ممكن اقول ناس كتيرة مش ممكن ما تبصلوش احسن بصة يعني بتقولك ايه انا هضع على التليفون واسمع مشاكل طول النهار في شركات تروح حتى تقول customer experience بس في الاخر هو الناس ايه اللي بتعملو انها بتوضع تليفون بيا اما بتزن على حد يا اما بتاخد مشاكل وخلاص ما بيبقاش الـ strategy بتاعت الشركة ان تحط الناس دي جزء من الـ sales experience او جزء من الـ customer experience او ممكن اقول تجربة العميل واكيد انت لمست احنا تكلمنا في الموضوع ده وانت لمست الموضوع ده في مصر كتير واكيد بتصعب عليك الـ recruitment لـ calipers كويسين او كده ان هم يبقوا فاهمين اهمية الشغلانة دي فممكن تكلميني شوية عنا الممكن الناس اللي بتحاول تعمل customer service ايه الفكرة العامة عن الموضوع وازاي بتحاول تغيره الفكرة دي وايه الـ customer experience بجد للشركات مفروض تبنيها هو انا يعني اتكلم على الـ journey انا وصلت الـ هنا ازاي ولكن اقول لك الحتة دي لان دي حتة انا عندي passion وعندي شغف رهيب لها الناس بتعتبر ان خدمة العملاء او تجربة العملاء هي زي ما حضرتك تكرمت وقلت هي تليفون هي مش تليفون بس ده حاجة اسمها inbound الـ inbound ده جزء من اجزاء الصغيرة بتاعت خدمة العملاء او المصار بتاع تجربة العملاء ككل فيه جزء اسمه inbound ده هتكلم عن مصار هنقول ان فيه جزء الـ onboarding بتاع الـ customer او ازاي اكتذاب العملاء الجدد زي ما قلت ده ممكن يبقى registration باخد منك معلومات بسيطة ده ممكن يبقى اسمه ان انا باخد مكلمة او بعمل مكلمة العميل اطلب منه حاجات فيه جزء تاني بتاع اللي هو بقى الـ core بتاع الـ operations اللي هو الـ inquiries الـ complaint management او الشكاوة او الحتة دي دي برضو جزء مهم او الـ collections اللي هو التحصيل والحاجات دي فيه جزء اخراني مهم جدا بنكلم عليه اللي هو الـ retention تاع الـ customer او في حالة التالكو بيسموه turn management ان انا ازاي اخلي العميل يجدد معايا الخدمة اللي انا بعمله له او المنتج اللي يشتري مني او يشتري واحد تاني فده مصار طويل جدا للأسف الناس فاكرة الـ customer experience او تجربة العملاء هي جزء واحد بس اللي هو التليفون وانا عشان كده شلت خالص في كل الشركات قلت لما جماعة شيلوا السماعات لان هي الشغلانة مش قائمة على سماعات دلوقتي في حاجة اسمها back office ده مش لازم يبقى خالص بيشتغل على تليفون الباك office اللي هو التواصل هي نقطة التواصل مع العميل سواء بالايميل بالواتساب بيبعث لي رسالة على حاجة اكشو اي وعلى سوشيال ميديا يعني ده جزء على فكرة من خدمة العملاء دلوقتي اننا السوشيال ميديا في حاجة اسمها the voice of the customer انا ممكن اعرف منك المنافسين بتوعك من على السوشيال ميديا بكي ورد بديها معينة اعرف بيقولوا ايه عنك فهي مسار او جورني طويلة جدا بل بالعكس احمن الهان جاعة تاني وقول ان بالذات في الاوف شورنج انا بتعلم طالعة من الجامعة او طالعة من وانتكلم عن ان احنا مش محتاجين خارجين جامعة بس انا بتعلم البيسيك بتاع تشغلانا يعني انا عايزة مثلا تخرجت من تجار بشتغل البنك في الاوف شورنج بتاع او الاوتسورسي فبعمل الانبوردينج فبتعلم الإحسار بتاع البنك مباره مصر فبدخل الإحسار دي اصلا جاوه مصر يعني انا ممكن اعمل البنك في انجلترا اعمل بنك في ايطاليا في اسبانيا في المانيا بزود الانالج بتاعة البلد ككل ان انا في الاخر الانالج كلاف ادميري فانا بروح في الاخر اشتغل في بنك في مصر بقى فبترانسفر الانالجي او بنقل الخبرة دي للبنك ده عشان كده انا يعني واخدها على عاطقي ان انا غير الصورة الذهنية للشغلانة دي الشغلانة دي مهمة جدا زي ما قلت تاني هي كنز فرص العمل للشباب الشغلانة دي بتمسك كل الاندستريز بتشتغل في كل حاجة اي كوميرس ريتيل يوتيلتيز في الكهرباء برا فواتير الكهرباء وكده بتتعامل كلها تجددها عن طريق شركات كده مفيش حكومة موسكية دي شركات الناس اللي بتحجز حفلات حتى وكده فدي بتحجز عن طريق كونتاكت سنتر بتابعت عندك مشكلة في أوردر انت جبتو جالي الأوردر غلط فبعمل كده فانا بحتاج زي ما بقول في حبة او سكيلز مهارات ولغة لو هعمل وحبة تعليم بديك شركة على النو هاو بتاع الحاجة دي بس هي فعلا شغلانة انا شايفها شغلانة البداية او لأي حد يعني مش عارف انا بحاول اروح الجامعات نتكلم على الموضوع ده وزي ما قلتلك احنا بنروح كمان محافظات فمش لازم لو الشركة بتوتيح الشغل من البيت او العمل من المنزل مفيش انت ممكن تشغل في اي حتة وفي اي مكان وبتزود الدخل بتاعك وبتزود النوالج وكده حالي طيب احنا عايزين نرجع بقى بالحدودة القدام شوية انت اصلا تخرجت من اين انا اتخرجت من الجامعة الامريكية متخصص الاساسي علوم الحاسب computer science والتخصص الفرع بتاع ادارة الاعمال business administration وتاني يوم على طول يعني بحكم ان انا اتخرجت من الجامعة علوم حاسب قلت اشتغل في شركة بتاعت software development على طول قلت اتاني يوم اشتغل هناك وطبعا تعلمت كانت بحرم التعلم اشتغلت مبرمجة اشتغلت في الاول developer عدت سنة ونص بعدين اكتشفت ان انا بتاعت commercial انا بتاعت business والحمد لله ان يعني قديم بالفضل طبعا وشركة asset دلوقتي بقى شركة كبيرة او دي اول شركة انا اي جويند فيها asset technology كنت ساعتها شركة صغيرة ابتدينا فيها ودوقتي بقى شركة كبيرة وعالمية فاشتغلت هناك لفترة وانتقلت في كذا شغلانة منها sales pre sales عارف الناس اللي بتعمل كل حاجة في الاول بتشمر بتشتغل كل حاجة عشان عدد الناس كان صغير فلحد ما 98 جاتلي فورصة ان انا اروح شركة Oracle وطبعا Oracle شركة كبيرة جدا بتشتغل في مجال التكنولوجيا والاي تي فبقالها فترة طويلة وانا كنت جاية من شركة صغيرة وهنا برضو هارجع اتاني واقول ان لازم اشكر الناس اللي وثقت فيها وانا عندي منتور اللي هو مدين بالفضل طبعا معيني الوزير مهان ساطف حلمي انه ساعتها كان مدير الشركة واحتضاننا كلنا وعلمنا حاجات كتيرة وخدني من الشركة دي وقالي ابتدي ده بحر فانت انقلت في كذا وظيفة كنت ببيع برامج التدريب للشركة وللعمل ومعد كده جات فرصة ذهبية في 2005 Oracle كشركة عالمية ابتدت بوص على مراكز البيع ده كان في Oracle ولا كان في الشركة الامنية في Oracle طيب انا ممكن نقف على الحتة دي شوية انتي جيتي من software وحاجات technical جدا فنية وقعدت فيها شوية ايه اللي خلاكي تقولي لا انا بحب commercial side اللي هي اللي فيه sales والmarketing والpartnership وكده ايه اللي خلاكي حسي ان انا عايز انجازب لي لان كتير ابي من ناس الفنيين او ناس technical بيحب ما بيحبش يخش في المجال ده خالص تاني حاجة ايه اللي يعني الفترة بتاعت وكده ايه المهارات اللي ابتدت بنيها في نفسك وتعلمتي فيها الفترة دي ادت ايه طيب اى هو مبدئين انا دخلت انا بحاول كده ايه اطلع ايه شوية الدروس المستفادة من كل مرحلة بحيس ان احنا هنقدر يعني نفيد اكتر حد من الناس طبعا وهو ده اللي احنا النهاردة الصراحة نفسي نعمله ان الناس بتبعرفة ان الجيرنيز بتاعت كل الناس اللي انت بتقابلهم مش ما انتهوا اليه هسن الناس بتشوف بس هما وصلوا فين ينسون فيه تجارب كتيرة الهدف بعض الناس تقولي طب انت بتحكي ليه القصة الضيفة أو السير الساتي قلت له لأن هي دي اللي بتفهمك الشخص ده وصل اللي هو فيه دلوقتي ازاي وصل لطريقة التفكير اللي هو فيها دلوقتي ازاي وصل لرؤيته للدنيا اللي هو بيشوفها دلوقتي ازاي وصل للتايتل بتاعه ده ازاي فبحث لو انت في البداية أو في النص أو في كده تعرف تاخد بعض الدروس المستفادة اللي من القصة دي بحس انتقدت يعني حد يقدر ينفذها بشغله فدي الهدف من القصة اللي بنحكيها أو بنمشي في كل مرحلة في الكرير بتاعك لغاية دلوقتي لان فيه ناس كما تباشي بهم لا انا عايزة اتكلم في الفنيات ولو الموضوع نصايح سهل قوي يعني هنخلصها في عشر دقائق لكن الواحد بيشوف التجربة دي لان هي اللي بنت شخصيتك اكيد يعني بالزبط وانا يمكن هنتكلم على وصلت الحتة في الحتة بتاعت الـ Software Development House دي انا اصلا يعني بعتاد ان انا مصرية ولكن اتولدت في امريكا عشان والدي كان بيدرس هناك دكتوراه فعندي حبة سكيلز كده مختلفة بحس ان انا بعرف اتعامل مع شخصيات مختلفة رحت تبادل ثقافي وانا في 16 سنة خدت High School Diploma من هناك فالبجرون ده ساعدني لما رحت Asset فعلا ممكن اقول لك قصة صغيرة كده نحن في Asset هما كانوا يبدوا شركة تانية اسمها Asset Marketing حال فوساعتها عملوا assessment جابوا شركة بتاعتهم assessment زي البرسناليتي تايب سعرفها الـ Myers-Briggs تايب وكده وفيه اتنين كان عندهم تعليق عليهم في الشرك انا وحدة تان وقالوا دي دي ما تعطش ورا الشاش دي تشوف لها حاجة تانية marketing sales دي front line وانا طول عمري بحب الحتة دي بحبه قف معارض يعني قلت بشتغل طول السفيات في الجامعة وممكن اتكلم عن الموضوع ده بشتغل على طول بحبه قف معارض فاول لما جات الحتة دي من ان انا developer للبرامج اللي بتعملها اسد ساعتها فابتديت graduate ابتديت pre-sales فابتديت انا اعرض للكاستمرز الاول ايه الفيتشورز بتاعت البرنامج والحاجات دي فانا اللي بروح الاجتماعات مع السيلز انا اللي بروح الاجتماعات مع السيلز واشرح لهم ايه الفيتشورز اللي هتاخدها وايه الخدمات اللي هتاخدها او ايه الحاجات اللي هتشتغل فيها في البرنامج ده وليه هو مهم وليه لا وبعد كده ابتديت ادخل في ان انا ممكن اشرح البرنامج ده فبدخل في marketing event او event وبعد كده اكتسبت بقى خبرة ان انا بقدر اعمل plan للبرودكت فبعمل product development فبقول ان البرودكت اللي هتنا مشتغل عليه ده ممكن يتباع في حتة كذا وكذا وكذا فده كان تطور كبير قوي ان انا اطلع من زي ما بيقولوا lens صغيرة كده بصة منها لان اللي بيبص على البرنامج بيبص على الكود اللي بيشتغل فيه صحيح بس مبقاش عارف اللاين بتاع الكود ده في الاخر بيشوف المنتج طبعا بس مبقاش عارف المنتج ده في الاخر ايه الوظائفه كده فانا طلعت يعني طلعت الفوق شوية خدت الهليكوبتر كده وطلعت الفوق واتعلمت حاجات كتيرة قوي اتعلمت وكنت على طول باخد كورسات وعلى طول باخد انا person لساعتها ما كانش فيبقى الانلاين كتير وكده خالص يعني ساعتها كان بير للإيميل اللي بيشتغل فكنت بحضر كورسات وكنت بفولنتير ادخل كورسات لوحدي وحتى اثقال اللغة لان انا خدت كورسات فرنش عشان كنت فرنساوي عشان كنت شايفة ان قاست ساعتها كنت عايز تتجه لشمال افريقي فهو انا اكتسبت خبرات كتيرة جدا بان انا عندي منتور عندي حد بيروح معاك انساعتها بننزل مع السيلز بانجر بننزل مع سام ننزل مع سي او او المانجينج داركتور ساعتها انسوان فده خلاني اوصل للمرحلة ان في اخر حتى سانة كده في اسكن مسكة الترينيج سنتر بتاحه وانسا عصام اداني كده مهمة اللي عايزين نعمل ترينيج بقى ترينيج سنتر طلعي كده الدور التامن عندنا وبتدي عملي ترينيج سنتر فابتديت احط البلان بتاعته هبيعلمين الكريكلم نفسه هعمل الكتب فين هتبحى فين الحاجات دي وده اللي خل اول شغلنا ليا في اوراكل كانت ان انا اشتغل في الترينيج ترينيج كوردينيتور في الاول وبعد كده السيلز بتاع الترينيج بروغرام ستاعت اورج ده سكة تانية خالص يعني تبقيت في الترينيج معين ده مش الكارير بتاعك او الدجري بتاعك وبعدين دخلت في السيلز حبيتي بقى الموضوع السيلز او كده بتديتي يعني انتهيلي ده بعد كده كتنقلة نوعية خلاص في الكارير بتاعك نقبل كده البري سيلز بتبقى حد تكنيكل او حد فاني بينزل ما عمدتوها السيلز ده بقى انخلاص بقيت تخش في السيلز والماركتين كده انا هزول لك حتة امد على الحتة دي انا دايما بشتغلها من حتة ان انا سيرفز سيلز فانا اشتغلت في الترينيج وبقى اشتغلت في السابورت والكونسولت فدول السيرفز اللي بنعملها على البرودك نفسها اعاتي في أورك لديت اعاتي في أورك لعشرين سنة اعاتي في أورك لعشرين سنة بس اشتغلت التالف شغلانات مختلفين وده كانت المحطرة كنت بكلمك عليها في 2005 هرجع لك بيها تاني اللي هما كانوا بيدوروا على مركز دعم فني دعم فني معناه ان انا السوفتور اللي انا بشتغل عليه او السلوش اللي انا بشتغل عليه ممكن يبقى فيه مشكلة عايزة حد ابعت له تيكت اوكي يعرف يحللي المشكلة دي ويرجعها اوكي فالمركز الدعم الفني ده طبعا كشركة امريكاني ما تقدرش انها تخلي مركز دعم الفني في امريكا اغلع بالنسبة لهم فكان فين الاول مركز دعم الفني عملوه في الهند بعد كده انتقلوا لرومانيا وكانوا بيدوروا على مكان تالت يعملوا فيه ووقع الاختيار في اواخر 2004 على مصر فقالوا هنعمل مركز دعم فني ده بيريبورت للناس تانية بره خالص في مصر وانا برضو ما قدمتش عالشغلانة خالص انا الشغلانات كلها اللي اشتغلتها ما قدمتش عليها بنفس كلها جات فقعدت مع مدير الدعم الفني بتاع مصر لقيته مرة نزلي في الترينيج لانا كنت بشتغل فيه مع قال لي احنا ناس جات وعملوا وخلاص وهنبتدي وكده وجابوا وعينوا سنتر مانجر لمصر وعايز حد معاه في الـ اوبراشنز والترينيج قال لي لأ ازاي عايز حد في الترينيج ويعمل لهم الترينيج بروغرامز ان اول هياخد اول 19 مهندز نعمة فني في مصر هينقلهم على السنتر ده وهنعين بقى كتير فروحت قلت خلاص رغم انها كانت في القرية زكية ساعتها وعنا بالنسبة اللي هي مشوار كده بعدين قلت لأ انا هشمر وادخل في التجربة او دي هدخل في المخاطرة دي على طول فروحنا هناك رحنا ابتدينا ان احنا كنا مقاجرين جزء من دور في مباني في القرية الزكية وبنشتغل بالسيت عندنا اول 19 مهندز جبناهم وبعد كده بقى بعمل الترينيج والأوبراشنز وعندي حاجة مهمة عشان الشباب تبقى عارفة انا انتقلت من انا كنت حاجة كويسة قوي في السيلز بتاعة الترينيج لان انا نزلت اعتبر عشان اشتغل في الترينيج والأوبراشنز بتاعة الستانتر دا يعني مش نزلت كجريد ولكن نزلت معلوماتي ايسا بتعلم حاجة من اول جديد ودير تبقى صعبة شوية لان كتير قوي من الماناجرز لو يقولك انا وصلت بقيت جامد في الحتة دي ليه انزل ابقى تلميس تاني يعني حتى كتير من الماناجرز او المديرين ولا هما السي لابل ولسه في البداية لو في وسط الكرير يقولك لا انا بقيت جامد في الحتة دي مش عايز اروح بحتة تانية بقى جديد فيها فاضطر تعلم العمل جديد ايه اللي خلاك تاخدي القرار ده انا كنت شايفة احمد ساعتها ان الخدمات المشتركة او او اللي هو اللي كان بتعمله انها لازم تطلع من الحل البديل ايه او اللي كان موجود هو كان موجود قبل ان انت عندك مهندس دعم فني للداتابيس موجود فين بقى في مصر والامارات والسعودية وكل بلد انت بيع فيها عشان لما العميل يكلمك وعنده مشكلة يكلمك ساعتها عنده مشكلة يلاي حد بيرد علي كان فيه وتلعين وفعلا كان فيه راوتينج للانجينير داتابيس في مصر وفي السعودية وفي كده قصد كبير او انا اجيب واحد اشغاله في مصر يبقى اكسبرت ينزل بقى يبقى سبجيك ماتر اكسبرت زي ما يسموها اسم اي متخصص في الحتة دي بس في اللاين ده وعينه في مصر وخلي التليفونات كاتت تجيل وساعتها من البلاد تانية هو ده اللي خلاني عرفت بدري شوية او حسيت ان هي الخدمات المشتركة دي او الحتة بتاعة الخدمات العالمية دي هي اللي هتبوم وهي دي اكشري اللي كان فيها مرتبات اعلى وكان فيها انا بالنسبالي ده كان عالم تاني خالص كنت عايز ادخله وخصوصا احمد ارجعلي ان انا فعلا دراستي برا فترة وان انا عملت تبادل ثقافي وساعتها كنت عملت اثنين تبادل ثقافي هرجع لهم بعرف اتعامل مع المديرين اللي برا انا اول مدير اللي كان في استراليا فانا حبيت الموضوع ده ايه ده انا هربورت لحد في استراليا فرق الساعة بيني وبين 11 ساعة تقريبا فقلت لأ انا هشمر وهدخل رغم ان انا كنت باعمل حاجات ودي قصة حقيقية انا في الاول اول 19 واحد خدناهم وروحنا بيهم نص الدور اللي اجرناه في القرية الزكية ده انا كنت الابريشنز دي شغلانة تحدى اللي هالي قبل كده قال لي هتروح الابريشنز دي شغلانة من لا شغلانة له يعمل كل حاجة قال لي ده بيعمل كل حاجة اوبرريشنز بتح تحجزي بصات للناس لان احنا القرية الزكية كان فيها ترانسفور وفينا كنت بعمل كده تعرفنا انك عندي اكسل شيت للناس انت هتجارك بص ايه وكده فجت انا فاكرا الاتي مانجر جت لي ساعتها وقالت لي امان اين انت بتعملي ده انت هناك كنت يسيلز منجر تقريبا ومديرك عايزك تاني وفي الانترناشنل شركة الانترناشنل كمان وهو في حدة ده سيلز منجر ده لي وضع كبير يعني يعني اولمز بيبدأ اه زي بيقولو وهو اعرفوا بصباعي بعملها بصباعي وخلاص وخلاص الحاجة اتعلمت وبردو بعدين بالفضل هنا للسنتر مانجر اللي جابوه موهندس ماجد طهر ساعتها هو اللي علمني حاجات كتيرة اوي او كان جاني من امريكا من قارك الامريكا عشر سنين تعلمت بقى تتلمث زي بيقولو على ايده حاجات كتيرة جدا اتعلمت كل حاجة تعلمت ان مش لازم ابتدي من التوق تعلم انعمل انتربيوز انا مكنش عندنا كونبتنسي بيزد انتربيوز كنا لازم نعين احنا ابتدينا السنتر ده في 19 واحد بندربهم اوكي بنعملهم الانبوردنج ما كانش فيه في مصر انبوردنج اندكشن خالص اللي هو البرنامج التدريبي اللي بتعمله لما حد يدخل الشركة عملناه فرق معي جدا بيقوله السمم العامة يعني هو ده دي كنت نقطة التحول بتاعتها الحتة دي بتاعت الاجتماعي 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 هو كان اسمه الاجتماعي 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 فرقت جدا وهارجع اقول لك اكتسبت خبرات رهيبة اكتسبت التعامل مع ناس مختلفة يعني كان مديريني دوتد او صولد يعني فيه ناس مدير مباشر لك هنا ممكن يبقى في مصر ومدير دوتد اللي هو بالزبط المدير مباشر في مصر ومدير دوتد اللي هو مش مباشر بيسموه منقه المدير اللي هنا هوصله بطريقة غير مباشرة في مصر لماسك الأوبريشن أوبريشن الزهد بتاع أستراليا ده كان لماسك الكنتر هات بتاع مصر ده كان مسؤول عن إطلاع ده مهم جدا ان انا رد على وكان في عندنا حاجة اسمها بيترد عليها في قد ايه دي كانت حاجة تم القياس عليها دي كان احد معايير القياس بتاعت النجاح يعني قياس النجاح فتعلمت كتير تعلمت تعامل مع ناس مختلفة وزي ما قلت لك قبل كده انا التبادل للثقافي والحاجات فكنت بروح ميتينج فيها ناس من انجلترا وناس من فرنسا وناس كده ما عنديش مشكلة خالص ان انا قعد اتعال اكلم واشرح الشركة تعلمت ازاي امست البلد لان دي رغم انها منفاصلة بس طبعا في تنافسية كده غير مباشرة بتبقى بينهم انا عايز اجيب بزنس اكتر لمصر وتاني عايز اجيب بزنس اكتر لرومانيا فزي ما قلت لك دي كانت مرحلة انتقالة تعلمت فيها حاجات كتير قوي زادت من 19 تعلمنا بقولك نعمل وصلنا كمفروض التارجت ان احنا نبقى مية وعشرين واحد بعد سنة ونص جالنا سينير فيس بريزدنت بتاع اوركل في اخر سنة الفين وخمسة وقال لا دبل الارقام عينوا كل حاجة فكنت بقى عارف اللي هو عالي جدا متوسعي بسرعة 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 وانتو بيها بسرعة ومعندكش ناس ومعندكش ناس احنا كنا بنعمل كل حاجة طب اتصرفت في الموضوع ده زلالي لان المرحلة دي بتبقى مرحلة انتقالية جدا وفيها يعني زي ما بقولوا هزة كبيرة قوي في الشركة الناس جديدة بتدخل بسرعة ولازم تفهم الدنيا بسرعة والناس القديمة مش لحقة ان هي تعلمهم لان هما وردي عندهم الشغل بتاعهم اليومي ازاي تعملتي مع الموضوع ده ده من الحاجات اللي هي انا بالنسبة لي زي ما قلت لك كانت حاجة مبسوطة قوي ان انا بتعلمها لان فعلا انا بقول لك ده من بالبلد دي شمرت ودخلت شمرنا ودخلنا كنا بنقعد هناك في المكتب التسعة وعشرة بالليل اتعلمت كل حاجة اتعلمت اعمل زي ما قلت لك اعمل انترويوز اتعلمت ازاي اعمل ترينيج بروجرام لكل الانتقانيجر بقى بتوع الناس دي الناس الالتقانية واحد عايز اعمل ترينيج على داتا بيز والتاني متعين في او في ال اي بيزنس فده عايز حاجة تانية والتاني في الريتيل برودكت فده حاجة تالتة فبعم بتعلمت ازاي اتواصل مع كل مدير من المديرين دي كنت بعمل بدخل اجتماع اسبوعي معاهم اعرف كل واحد الريكوارمنتز بتاعته وزي ما انت قلت التسعة عشر اللي قبل كده دول مخضرمين دول متعلمين وبيدخل عليهم ناس جداد وانت عارف انا في مصر انا عارف اكتر منك وانا ازاي اعمل منتورشيب انهما يبقوا عندهم ترين ذا ترينر او ناس تعلم تعليم المعلم يعلم حد تحتي تاني فدي كانت فترة جمدة جدا من التعلم تعلمت فيه حاجات كتير قوي تعلمت ازاي اتواصل مع الناس برا مصر بطريقة وتعلمت ازاي اعمل البرزنتيشنز لمديريني برا وعرفت ازاي ان انا كل ما بطلع بالهيراركي البرزنتيشنز لازم تبقى مقتادة باكتر او كندنست او بزرحنا باشرح ببلدتش وبعجن الفين وسبعة كانت بقى انا الحاجات دي كلها وصلتني الحتة دي مهمة اوية انا بس هقف عليها لان فيفر ودي بيوعى فيها كتير قوي من الفنيين لما بروح يدي البرزنتيشن للسي او مختلفة تماما زي ما بتروح تدي البرزنتيشن لمدير المسلا التكنولوجي او الانجينيريج مانجر او الناس اللي متخصصين ايه الفرق بين لما انا قدم البرزنتيشن عن البرزنتيشن العادية اللي بتروح للميدل مانجرز او للناس المتخصصة الحتة دي اصلا يعني بفيها اخطاء كتير في البرزنتيشن الحتة دي مهمة جدا وتعلمناها على مدار السنين كلها بتاعت خبرتي يعني انا مش عادة قلنا انا ابتدت كده ففعلا هم اللي سموها دلوقتي انا لازم بعرف البرزنتيشن اللي انا بخاطبه بعرف انا رايح اعمل البرزنتيشن لمين هل هعمل البرزنتيشن بتاعي تكنيكل فلازم ادخل في التفاصيل بتاعت البرنامج نفسه او البرنامج نفسه الحاجة اللي بباحها رايح اعمل للناس بتوع سيلز بعمل بطريقة تانية او بوري هي البرودكت كله حاجة مقفول عليها ممكن اوريها من كذا جانب يعني ممكن الفها كده شوية ولفها كده شوية حد تاني يشوفها من جانب تاني وحاجة تعلمتها مهمة جدا لازم اشوف كل واحد اخطبه بعقليته باللي هو عايز يعرفه اسمها what's in it for me ايه للشخص ده مهم بالنسبة له ان هو يعرفه عن البرامج دي متخد قرار في ايه ده بتاع المالية ولا ده بتاع ده بتاع الشركة فده لازم يعرف ايه البنفت اللي هيعود عليه من الحاجة اللي بيشتريها دي للشركة ككل ولا ده الشخص ال it اللي هيشتغل بقى وعايز يعرف فطبعا ها انتجريت مع البرنامج ده ازاي وهاشتغل معه ازاي وكده كل واحدة من دول لها طريقة عرض مختلف اتعلمتها بقولك على مدار السنين دي يعني انا لو هتديني نصيحة ازاي ادي presentation كويسة ال presentation skills المفروضة نمي فيها لو انا عايز ادي presentation وايه الاخطاء اللي بتلاقيها كتير قوي من الموظفين او فرق العمل وهما بيدوا presentation ادي اي حاجة كويسة مش presentation بس لازم امحضر له حال ناس كتيرة جدا بتنسى تحضر للحاجة وساعة مبياش عندهم وقت بس لازم احضر لازم بعارف مين هخاطب مين في وقت قد ايه طبعا انت يمكن عارف الموضوع ده كمان ان انا ال audio visual بتاعي ايه انا هعملها لهم online ولا هقعد معهم في اجتماع ولا هعملها presentation لازم امحضر كويس قوي لو انا رايح لشركة تأمين هما ايه الحاجات بتاعتهم لو انا رايح لشركة consulting لو رايح لشركة construction لو رايح لشركة بتشغل في ال retail بتشغل عندها محلات وعندها في ال e-commerce في الناس بتشتغل في الجزئية دي كل واحد عايز حاجة مختلفة من البرنامج بتاعي فلازم امحضر كويس قوي ابص على ال web sites اشوف كمان المدير او الناس اللي هقعد معاهم ابص على linkedin دلوقتي قبل كده كنت لازم اروح اسأل ناس كنت لازم اروح اسأل مين مدير الشركة او اسأل حد اكبر مني او حد عارف الناس دي يا جماعة ده مين بيبص على ايه اكتر بيسأل ايه اكتر كده فلازم احضر للبرزنتيشن كويس قوي لازم ادرس جوانب الناس اللي انا رايح اعرض لهم واعرف لان انا بحب استرسل اعرف اشيل ايه مش ازود ايه اللي اعمله الامناشن اللي اشيله مش ايه اللي ازوده فلازم اعرف الحتة دي والشباب بجد لازم يعرفوا ان التحضير مهم جدا ودي كانت نقطة تانية عرفتها لما انا بحضر وبعمل ريهيرسل على فكرة الريهيرسل ده مش حاجة وحشة جدا خالص يعني ده حاجة هيلة والشركة اقول بعد كده لما نكمل المشوار في الشركة اللي رحت لها بعد كده كانت اساس الموضوع ده لازم نعمل ريهيرسل لازم قبل ما نروح حتى الميتينجز الداخلية لازم نعمل ريهيرسل هنقول ايه نفعش كان نطلع ونسترسل في الحاجات فيه بوينس بنتكلم فيها لازم اواخد نوتس انا في الاول كنت بمشي بالنوت كارد احسن بريزنتيشنز عملتها كنت محضر لها كويس وعملها فلازم او محضر لازم اعرف اللي قدامي عايز يسمع ايه واعرف الطريقة اللي بيحب يسمع بها دي فهل الفيجول اهم اقول ستوريز مهمة اوي دلوقتي في البرزنتيشنز ان انا اقول قصص وبرضو انا شايفة دي بقت مهمة اوي حتى دلوقتي بيقولك ناس كتيرة بتقولك ان تعملش سلايدز فيه فن دلوقتي كبير وخدنا كورس في الموضوع ده ان بيقولك حتى يا جماعة انت لا ده مديري لازم ووريره باوربوينت ايوة حتى لو مديرك ولازم تورير باوربوينت بتشرح الحاجة اللي انت عايز تطلعه الرسالة اللي عايز تقولها عن طريق قصة والقصة بقى طبعا لها انواع وديه على الفكرة يعني هو ده او الطبخة بتاعت البودكاست احنا من خلال القصة بحكي لسكيلز وبقول الرسالة اللي انا عايز اوصلها من خلال قصة الضيف وبنوصل لتكنيكالتي بقى اللي هي البرزنتيشن سكيلز والمعناش من سكيلز يعني مثلا انت بنتيلي كلمة مهمة قوي ان الناس كتيرا متباشر محضارة احنا في البودكاست من اكتر المهارات اللي بتكرر من الضيوف الكميونيكيشن سكيلز تسمع ازاي تكلم ازاي تفهم الشخص اللي قدامك ازاي تعرف القوضة تقراها ازاي الاسب زي ما انت بتقولي الناس كتير او بتبقى مجغولة في الday to day او التفاصيل بينسى الحتة المهمة قوي اللي هي هتظهره يعني انت دلوقتي كمانجر كحد فني كمهندس البرزنتيشن دي هي اللي هتظهرك وتظهر شغلك للمانجمنت او الناس اللي بتسمعك او البروجيك مانجمنت والاسب دي اكتر حاجة ما بتبقاش مركز ان انت تعد نفسك لها كويس معين دي زي بيقولوا ايه تظبطت الشغل كله هي دي ال الراپنج او هي دي 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 بقول ده تشيري بيسموها تشيري on the top هي دي الحاجة اللي بحطها في الاخر اللي بتظهر جمال اللي انا حضرته لان انا ممكن يبقى عندي محتوى كويس قوي ما عرفش اقوله بالطريقة الكويسة تحييي وبعد ما هرجعلك تاني للمحطة بقولك بتاع تعلمت الموضوع ده ازاي في 2007 ولكن الحتة دي هنتكلم عليها انا بقول ان فيه جوز اهم من الشغل لتثبيت الشغل صحيح وجوز منه ده من اهم الاجزاء يعني انا مثلا فيه ناس كتير قوي بتتكلم دوقتي على موضوع البرسونال براند ازاي تعمل مشكلة اغلب الناس اللي انا بريشوفها ان اللي بيكلم لما بيكلم برسونال براند قصده ان انت تحط صورك وشبهت بوستاته على السوشيال ميديا بس لو انا شغال في مالتي ناشنال ازاي ما حاولك تشغاله او غيره او غيره انت ممكن تعمل برسونال براند جوه الشرك واحد صمعتك انت عايز تظهر بايه هل انا عايز اظهر كليدر عايز اظهر كواحد متخصص قوي سوبجيك ماتر اكسبت وهكذا طب اظهرها ازاي البرسنتيشنز اللي انا بعملها الكميونيكيشنز طريقتي في الميتنج ازاي بتكلم عن حكتي ازاي بسمع الناس ازاي بتعاون ازاي بعرف ابني علاقات جوه الشرك ازاي بعرف ابني بارتنشيبس وتحالفات جوه الشرك انه ما حدش تغاله واحده يعني حتى في المالتي ناشنل دي اساس ازاي تعرف ان انت في الدبارتمنز المختلفة يكون ليك ناس بيتحالفوا معك عشان تخلص شغلك لان انت كلنا بنخلص شغلنا انت هتحتاج حد فدي البرسونال براند الانترين والبقى اللي جوه وجزء كبير ميدا منها ان انت تظهر شغلك يعني انا منكر ابقى مهندس سطر جدا وعامل شغلي كويس قوي صبحتش عارف عني حاجة ما بتكلمش عن شغلي ما بعملش بريزنتيشن قوية ما ببينش القوة بتاعتي فانا فاكر كان فيه انترفيو قلاب تتعامله يعني مع حد في طبع شغلي انا بعمل ريكروتمنت للشركات وكده فقاعد مع حد كان اوبراشنز مانجر قلت له انت مشكلتك في اللي حصل بتاعك بالشركة قبل كده ان انت معرفتش تمنج أب معرفتش تدير لفوق تدير مديرك تدير مديرك ازاي لان هو ما كانش باهم ايه اللي حصل ليه المشكلة حصلت فاعدت معاه في كوتشنج ساشن بقول له انت معرفتش حاجة غلط غير ان انت معرفتش تدير لفوق الحتة دي ما حدش بيعلمها لك لأسف او بيركز عليها في الكريير بتعلمها بالاخطاء هي دي دافنتلي وانا انا قلت لك 2005 كان انتقال للجلوبل 2007 مديري راح امريكا مسكت على السنتر يعني انا بقيت مديرة السنتر بتاع الجلوبل كاستم دي حتة مهمة جدا انا عرفتها وتعلمتها على مدار حياتي ان زي ما قلت لك فيه انا مش بحب عمان مش بحب استيريوتيب ولا اقول بلاد بتعمل كذا ولكن احنا عندنا ميبي قصور في التعليم في الحتة دي شاطرين قوي تقنياً في الحاجة نفسها في الكور بتاع الحاجة في القلب الموضوع في الفنيات الحاجة اللي هو احسن ناس تزبط يعني كان حد قال لي مرة نقطة احسن ناس تصلح ديش وتخليش تغل على الحي كله بس دي ما نصنعش تدر لكي نعمل حاجات دي اكتشفت ان دي حاجة مهمة جدا جدا بقولك لما انتقلت للجلوبال سبورت رحت شفت بقى زورت سنترز تانية معنا جزء من شغلي ان انا اروح ازور الناس التانية وفي الميتنج اللي بتعمل ساعتها بعد مصر اختاروا تو سنترز بعدين فبقى في خمسة جلوبال سنترز بنعمل الاجتماع على طول احنا شغلنا وبجد مش مجاملة للمصريين احنا شغلنا احسن من ناس كتيرة جدا عندنا مشكلة في ان احنا نعمل زي ما انت قلت البراندنج اللي جوه الشركة كمان يعني انا عايز ابراند لأوراك الجوه او لأكس او لأيسون جوه وهنا برضو في شركتي حاليا احنا انا عايز اعمل البراندنج لنفسي لازم ابقى عارف ان الشغل لجزء والكواليتي والقد يكون الربورت التقارير والحاجات اللي بوريها عن شغلي مش بس على الفكرة في ناس ما بتبقاش عندها فرصة انها تعمل على تقارير طول الوقت في ناس عندها تقاريرها هي اللي بتتكلم عنها وانا دايما بقول الناس عندي في الفريق في منافسة بقول داخلية موجودة حتى لو ما بتتقلش بس في منافسة ليه لان انت دلوقتي لما بتشتغل في اي حاجة جلوبال ودلوقتي معظم الشركات اللي في مصر بتشتغل على شركات جلوبال انت بتقارن نفسك بواحد في اكس وواي وزاد واحد في الملترة واحد في اسبانيا واحد في امريكا انت بقيتش تتنفس مع البلد بتاعتك بس بقيت تتنفس على العالم كل خالص حتى السيفي بتاعتك بقولها للناس اللي بعملون كوتشينج انا بقى جوا السيفي بتاعتك اعمل السيفي ما لكش دعوة دي مش بتنافس واحد جنبك في مصر انت السيفي بتاعتك السكيلز بتاعتك والمهارات بتاعتك لازم تبقى بتنافس عالميا فدي حاجة من لازم الناس انا تعلمتها وتعلمتها في شغلنا اللي بعد كده في أوركل وانتقلت برضو للجلوبال رينيول احنا شغلنا عشر على عشر يمكن عشرين على عشر بس بنغفر الحتة دي وفعلا زي ما انت قلتها تكون في سرعة الوقت او مش شايف اهميتها اعمل ريبورت عشان مديرك جايل ازواجها ولا ما انا خلاص دخلت الحاجة على السيستم ايوة ما تدخلي الحاجة على السيستم مهم ولكن هو الشاشة او الريبورت اللي بيشوف عليه لو ما دخلتش كل حاجة مظبوطة هو عارف هو مئات الاميال بعيد عنك الاف الاميال مش شايف هو هيشوف ايه هيشوف الشاشة اللي انت طالع فيها الكذر اللي انت بحيز توريه على نفسك كزي ما انت قلت انا اظهر نفسي الناس ازاي البرسنال برندنج بتاعي وقلتها الناس كتيرة برضو جوا الشركة قبل كده حتى اللبس خد بالك انت في جلوبال سبورت كنا شغلانا اللي بعديها كنت مورة في سيلز جوب فكنت بقول الناس البسوا لان ممكن يجي فيس برسنينت من شركة من ديبارتمت تانية في الدور اللي فوقينا يقرر يعاد يعمل تور في السنتر حتى هيئتك بتتكلم معاه ازاي بتتكلم معاه على العشرة لما بيجي لهم مديرنهم بتتكلم معاه على العشرة ازاي عرفيك الحاجات دي بتفرق جدا يعني انا بقول الناس ويقول لي ده عصانا انا بقى عامل شغل اللي بيتكلم عني قلت له ماشي ده جزء منه بس انت مثلا سينيور ماناجر مش حيلحق يقعد معاك الايام كلها هو بيشوفك لقطة اللقطة دي ما عندوش الوقت ان هو يشوف كل حاجة عملتها بس بيشوف لقطة شوف شكلك مظهرك طريقتك في الكلام طريقتك في التفكير وانت بالتبريزنت يعني انا مثلا مكلم مع مدل ماناجرز او تيم ليدرز عايزين يزهروا نومة ليدرز ازاي يعرف يتكلم على الصورة من فوق كويس ازاي عرف يدي افكاره يحس ان الراجل ده بياخد قرار مش ادي اللي عملناه وشوف انت عايز تعمل ايه المشكلة اللي انا بواجهها مع سي اوس كتير مثلا بيجو لي يقول لي يا احمد انا عايزة اعين ديرز عايزة اعين سي لابل يقول لي انا بلاي ناس شطرين قوي في التنفيذ اقول له خدي وديها هناك وديها لكن انا اقول له خدي وشوف تروح فين وتعملها ازاي وتعملها كده ما يعرفش مش فاللقطة البتاعتك انت لو بكلم كموظف مش بتكلم بقى انت تحط سوشيال ميديا انا بتكلم جا جوا مؤسستك شكلك عامل ازاي طريقتك في التفكير فهم المشروع بتاعك انت بتركز على حتة الزغنونة بتاعتك واللي بتشوف دي بتفرق مع المشروع الكبير ازاي ودي الجزء ده ازاي بيأثر على الشركة وايه اهمية ان السي او ده او السينير مانجر ايه اللي هو عايز يسمعه طريقته في تفكير ايه ايه مشاكله وازاي انت تحط نفسك كشخص بيحل المشاكل دي او اللي هو بيعمله بتوصل راجل ده الهدف دي من اكتر الدروس لتعلمتهم المنتورس طوحي سواء بره مصر او جو مصر وانا شايفة وزي ما بقلتلك التعليم جزء كبير اوي مهم منه ان الناس محتاجة تبقى عندها جرأة شوية في انها تعمل تشتغل حاجات باديها اكتر تبقى شغلة هنزون احنا تعلمنا زي ما انت كلمت احنا كور بتاعنا حل ولكن ما بعرفش اوصله الحتة اللي قتاها مهمة اوي ان انا زي ما قلتلك هي فبيجي ناس ليا مدير مباشر ممكن يبقى جوا مصر انا كنت بيرجعوا لي في حاجات ولكن ليه مدير بقى تقني فانكشنال برا فبيجوا كل فترة مصر زي ما بقولك فعلا ايه اللي اقوله له في خمس دقائق الاليفيتور بيتش او في قلب اكلمنا عليها لما يبقى عندي وقت فهم بيسموها الاليفيتور بيتش لانا بيقى عندك وقت في الاسنسور دست على دور رقم خمسة تقريبا كذا دقيقة او كذا ثانية هتقول ايه لو اتحلك الفرصة هتقول ايه وعايز اقولك حاجة الناس مش واخدة بالها من اهمية الحتة دي ازاي هقولك قصة كده رطيفة طبعا اللي بيجي لهم بيبقوا كلهم بيبقوا كانوا بيجوا من الشركات العالمية بيجوا يقابلوا الفريق العامل بتاعهم في مصر طبعا في الهد كورترز هناك بيقابلوا في كافتريا اللي بيقابلوا فيها مين بقى الهد كورترز بتاع الشركات الكبيرة بيقابلوا فيها السي او يعني السي لا بيجي الفي بيز كلهم والسينيور فيس بريزدنت والسي او وبتاعهم بيقابلوا بعض وزيك وعمل ايه وكده انا كنت في مصر اسبوع الشهر اللي فات وعدت مع الناس دي الناس هيلة ايه ده انت معين في مصر اه انا كنا بنفكر بس انا ما عرفش هل هتلاقي ناس تعمل الشغل اللي عايزين نعمله ده عندهم مخارجين حاجة بسيطة اوي انا امج كويسة او اظهار لصورة كويسة ليا باعت البلد كلها صحيح انا عرفك يا دي قصص حقيقية انا في حاجات حصلت كده بقوزتف وفي حاجات حصلت كده ناجتف في حاجات يعني كانت يمكن مش بالشكل اللي احنا عايزينه اوي ناس كتيرة ما بتاخدش بالها ان زين بيقولوا اللقطة بتاعت العشرة اللي انت هتقعد معين النص ساعة او الساعة بتاعت العشرة دي هتفرق قد ايه في ان انت ممكن تكبر التيم بتاعك لما تكبر التيم بتاعك هتبقى انت ايه بقى تيم ليدر ومانجر دايركتور انما لو تيم قعد صغير هيبقى المانجر والداركتور منين برا مصر صح ولا لا الناس بتنزل حتة دي بينسوا البيجر بيكتر زي ما انتك كلمت كده بينسوا الصورة الكاملة او الصورة الكلية للحاجة بيشوفوا بس انا بعمل ايه في الحاجات دي انا مهمة بالنسبالي قوي كل حاجة بعملها بتتاخد بنقطة هي نقاط انا دايما بقول هي point system في الاخر بسكور عدد وزي ما في حاجات حقيقية فيه perception فيه صورة بخدها عن نفسي ففي perception فيه صورة ذهنية بديها انا ممكن ابقى وايخد صورة عن البلد واجي بعد كده ايجي اقول انا انا ما قعدت مع الناس لا على فكرة دول انتلكتس ودول ناس مثقفة جدا ودول ناس ايه ده ايه ده البلد الناس كلها هناك بتروح بيدرسوا كذا في المدارس وكلهم عندهم انترنت وكلهم بيقروا وكلهم بياخدوا كورسات اونلاين وكده فالحتة دي انت شكرا انت تطرقت ليها لان دي حاجة مهمة قوي دروس للشباب بينسى ان هو مؤثر في كبر البزنس بتاع البلد ككل اللي هو لما يكبر انا هكبر ما لما كذا يبقى فيه شركة عالمية هنا تجيب الهد كورترز مثلا او ريجنال كورت خليف مصر هيبقى في ايه في في فيس بريزدنت وفي سينير فيس بريزدنت وفي سي اوز هنا صحيح والفكرة كلها ان انا في ناس بتفضل شايفة نفسها في الحتة الصغيرة اللي هو بقى فيها ما بيبصش ما عندهش تطلع او هو مش عارف ازاي تطلع للي بعده وازاي حبت نفسه جاهز للخطوة اللي بعدها يعني انا دايما حاجة متعلمتها من منتول لما كنت شغال برا كان يقول لي احمد انت لازم تبقى انت في البوزيشن بتاعك وعارف وبس بتبص خطوتين ثلاثة لقدام الراجل للثلاث خطوات اللي قدامك ده الشكله عمل ازاي بيتكلم ازاي بيلبس ازاي بيبريزنت ازاي بيفكر ازاي عشان انت تكون شخص لو انت عندك طموح يعني تكبر في الكرير ان انت تقول لي يا جماعة هو هنا بس هو بيقهل نفسه للثلاث خطوات اللي قدامك كتير من الناس وكتير حتى من المانجرز يعني انا بشتغل كتير كادفايزر لسينيور مانجرز وكده اللي هم بيجهزوا للسي لابل اه كتير منهم بيفضل هو شواطر في الحتة السويرة بتاعته بيفضل مركز على ده طب انت بتحط نفسك للخطوة اللي بعدها بتجهز نفسك لها بتجهز نفسك للناس تشوفك في الخطوة اللي بعدها لأسف اغلب الناس بتكون شغالة زي ما بيقولوا ايه في الخلاط بتاعه اليومي كده عينيه ما بتجيبش لقدامه وبيقول لا هم هياخدوا بالهم مني والحقيقة ان كل الناس مشغولة جدا في الخلاط السوار بتاعها لازم بتشوفك في لقطات لو انت ما بتظهر لهمش في لقطات دي انت مش موجود جزئية دي مش مهمة بس دي كروشل زي ما بيقول دي يعني انا شايفة انها حاجة مهمة جدا لكل واحد انت بتشوف في سوبر ماركت تختار منتج ومنتج تاني زي نفس المنتج يعني نفس نفس الفعل اصابون اي حاجة تختار ليه ده عندها في حاجة في حاجة بتشدني اما بتبقى ستاندي اما شكلي اما حاجة طبعا حلوة قوي ان الناس كلها تفتكر الناس هتدور عليها بالملقاط حمده الله يعني مفيه بس في ناس شطرة في ان انا اظهر نفسي بالشكل بالشكل المزبوط ويمكن الحتة بتاعة الخلاط دي اللي احنا شغالين فيه بننسى اهمية الحاجات وبننسى فرق ما بين الارجنت والامبورتنت والكوادرنت والحتة دي من احد الحاجات اللي امتهى من الكوتب المهمة ان ازاي يبقى واخد بالي ان في حبة حاجات امبورتنت ومش ارجنت حالا بحضر لها ولازم وده اللي بيخلي الناس على الفكرة تبقى مديرين شطرة وناس بتبقى بس عايزة تبقى مدير لان كتير قوي متطلع في مصر عايزة بقى مدير عشان ايه مش هاجه اقول بس عايزة بقى يعني انا المدير واخد المكتب الكبير واخد المكتب الكبير وودي اوامر بس من غير ما يبقى يشوف ايه المسئوليات من المسئوليات هي الفكرة انا عندي حقوق وواجبات بس بتنسى دايما بتسأل على ايه الحقوق بتاعتها من غير ما تنسى ايه الواجبات من غير ما تفكر في الواجبات اللي مف batter تقدمها ودي حاجة مهمة جدا وعشان كده فيه في مصر في الاندستري اللي احنا فيها حتى بتاعة التعهيد فيه فيه جاب لسه فيه فجوة في حادة الميدل مانجمينت في حادة الادارة اللي هي تيم ميد وكده وانا بقولك يعني دي موجودة بنشتغل عليها ومع وزارة الصلاة شغالين عليها وهقولك انا اشتغلت عليها كمان في الشغلانات اللي بعد كده ازاي بس دي حتة مهمة قوي لان كل واحد عايز يطلع زي ما انت قلت للكورسي الرفقية عشان اخد مكتب اكبر او اخدوا المكتب اللي على الكورنر بينسى ان ده ما بينامشي اكتر لانه واخد بقى مسئولية تيم عشرة حتى او خمستاشر فيه مشاكل بتحصل بين التيم في خناق يعني في خناقات اي عادي يعني اي حاجة لو انا لأ انا فلان جي قبلي لدي في الاخر بقى التيم ده برضو بيهندل حاجات تانية كومينيكيشن ما بين الناس يعني فيها ان انا عندي برضو حاجات بهندلها انت مش رو اخد بالك منها بشوف الكوست لا انا مقدرش نعمل حاجات كده اندي سعرها عالي انا عندي بوجت معينة او عندي ميزانية معينة فلازم اشتغل على الحاجات دي فانا دايما ببقى عايز في مصر دايما عايزين يبقوا مديرين فقط فيه ناس كتيرة طبعا شاطرة برضو لا للتعميم بس فيه ناس كتيرة شاطرة ولكن معظم الناس بتفشل لما تبقى مدير او تيم ليدر لان هو بيخسر التحتي وبيخسر شغلانة بتاعته طب بالاسف بيمشي من الشركة الشركة بتمشي لان هو بوز التيم اللي هو لازم نعترف ان احنا زملاءنا في الشغل والناس اللي معانا في الفريق العمل دول اهم حاجة انا بلاحظ ناس بتكلم كتير قوي انا عملت وانا عملت وانا عملت ولكن الاهم احنا عملنا احنا عملنا احنا عملنا عشان كده الناس دي شاطرة هي اللي بتعرف الدرس ده بدري او بتسمع انا لما هبقى حده وبقعده في المكتب وبديله حبة نصايح فيه ناس بتسمعش احنا عندنا مشكلة في ان احنا ماش عايزين نستوعب الكلام اللي بيتقلنا احنا عايزين لا انا عايز اعمل الفدماغي على فكرة الابليك ده كان عنده خبرة يعني مش قليلة فيعني اكيد تصرف عليه شوية فلوس او حبة حاجات عملها كده الناس الشاطرة هي زي ما انت قلت اللي شايفها خطوتين او ثلاثة قدام بيبص على المدير بيعمل ايه فبيلبس زيه زي ما انت قلت حتى لو اللبس زيه انا بقول دايما اشتغل الشغلانة قبل ما يدهلك بجد على السيستم اشتغلها انا قد هو انا مش باخد فلوس عشان امسك مدهش دعب الفلوس انا مش لا اصلا انا يا دوبك كده لا انا عشان الحق اروح الساعة ستة وكده قعد ساعة زيادة لكل اصحاب المشاريع فوري بيزنس بيقدم حلول لي كل موظفينك اي ان كان نوع او حجب مشروعك من اول خدمات التحصيل من عملائك ومدفوعات الموردين لتأمنات الموظفين وخدمات البيرون لو عايز تعرف تفاصيل اكتر روح على الويب سايت اي حاجة في خيالك فوري بيزنس حلها لك مشكلة التأليد والغش التجاري بتخصر الشركات مئات المليارات سنوية دلوقتي كارا بتقدم حلول رقمية للمصنعين بتمكنهم من حماية منتجاتهم من الغش التجاري وكمان بتتتبع منتجاتهم خلال سلاسل انداد وصولا للمستخدم النهائي اعرف اكتر عن حلول كارا الرقمية من خلال موقعهم بدأت البزنس بتاعك وبتعمل كل حاجة لوحدك سي او في شركتك ودايما حاسس ان فيه خطوة نقصك بتحاول دايما توفر لهم كل حاجة عشان تحافظ عليهم وعلى اختيارهم للبقاء في شركتك ماجنت هتوفر لك دلوقتي كل الحلول الإدارية وخدمات الـ HR في كل المراحل من اول تعيين الموظفين واختيار الكوادر الصحة واستثمارهم معاك لحد توفير برامج تدريبية مختلفة مناسبة للتيم بتاعك عشان ما يبقاش في حاجة تعطلك تكبر البزنس اللي بداته زوروا موقعنا دلوقتي b-magnet.com واسيب الباقي علينا في كلمة تشهرت في البودكاست عندنا كان قالها مهندس محمد طلعت الـ CEO بتاع كونكويت قال لا انت هتشتغل على قد فلوسهم ولا قد تموحك اشتغل على قد تموحك مش على قد فلوسهم لان حتى لو انت ما تدولكش حقك انت اشتغلت وتعلمت فتموحك ده حيأهلك لحاجة تانية أكبر في حتة تانية وتعلم تعلم من اللي جنبيك وبص دايما observe دايما خليك مراقب للي حواليك الشاطر ده كان شاطر ليه في الشركة وفعلا عرفت لما يعني كبرت في الكرير وكده عرفت ليه الناس دي وصلت للي هما فيه انا في حد منتور انا لحد وقت عندي منتور عندي حد بيرشدني فعلا لما بتسأله على حاجة لا ده مختلف ده بيديك نصايح بطريقة اسمع في ناس بقى وانا بعتبر الحمد لله الحمد لله دي يمكن النعمة من عند ربنا انا مش عايز اقول حتى عيوبي عارفة الاخطاء اللي انا فيه عارفة عيوبي عارفة ايه اللي انا بعمله غلط وبتعلم اصلحه في ناس لا 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 هو انا كده كويس طيب هتوقت كده تقول عمرة كويس لا في ناس حتى الاكسنت بتاعت اللغة ازاي طريقة نطق اللغة لا انا بقول كويس طيب انت عشان تبقى كويس في حاجة تتعامل مع عميل برا مصر في جزء انك تتعلم لغة ومهارات وفي جزء اتقان بقى اللي هو الحتة اللي فوق دي خالص اللي بقولك اللي فوق الهرم اللي بنحط عليها البمبونية اللي فوق دي او التشاري اللي بنحطها فوق دي دي ازاي عملها ازاي بقى شايف قدامي وتعلم اتعلم اتعلم مش زي ما زي ما يعني ما قلت مش انا بقى بعمل على قد طموحي مش على قد الشركة ليه لان العلم اللي باخده وانا دايما بقول الناس كده الكورس على فكرة انت كشخص هتروح شركة تانية ربنا يوفقك اكيد محنش هيقض في شركات كتير طب العلم هو هيبقى جوه دماغك على فكرة هو مش هيخده دماغك وهتروح لوحدة وفي حاجات كلمة عن اللغة وكده انا من الكومنس اللي بتجيلنا كتير قوي في الفيديوهات انتو في كلام انجليزي في البودكاست في مش عارف ايه مصطلحات انتو بتتمنظروا بتعمله دايما نقوله الناس هو ما فيش ضيف جاي يتمنظر عليك يعني انا متأكد من ده الناس كلها جا تساعد بس الحقيقة الحقيقة ان في البزنس او مجال البزنس او الاعمال اللغة اللي انت يبقى معاك لغة انجليزية كويسة مهم لان التكنولوجي اغلبها مصطلحات انجليزية اغلب البزنس مصطلحات انجليزية انت بتتعامل دلوقتي في مؤسسة بتتعامل مع جنسيات مختلفة في اغلب الوقت فلازم يبقى فيه مش لازم تبقى متقن اللغة 100% ان انت فلونت بس لازم على اقل المصطلحات تكون فهمها ولازم تكون بتعرف معناها او بتعرف تدقها وبتعرف ايه قصدها ايه محدش هنا ودي اللي انا بقوله للناس كل مرة يقوله بتقوله يا جماعة الشخص جاي يعلمك اتدور على المصطلحات وتعلمها اللي نقدر نترجمه بنترجمه واللي ما نقدرش نترجمه بسيبه لان هو كشخص متخصص او انت عايز تخش في المجال انت لازم تتعلمه ده حقيقة ولا منظرة هي لازم هريك بتتعامليه مع كامل جنسية تعليمها جنسية كتير لازم اتعلم اللغة مالهاش حل مالهاش حل هارجع للنقطة اللي وقفنا عندها بتاعت 2007 لان بقيت السنتر مانجر وابتدينا نكبر في فرق العمل في التيمز اللي جهوه مصر وكده وجالنا شغل من رويل بانك اوف سكوتلند اللي عارف الانجليزي عارف ان الانجليزي حاجة والسكوتش حاجة دهني أخوان صعبة جدا اكسل صعبة عملنا ايه جبنا البريتش كونسل يعلم الناس اللغة لان انا عشان ابقى ناجح كفريق عمل في مصر وعشان انا بنافس زي ما قلت لحدك قبل كده فرق العمل اللي جوه السنتر الثانية سواء هي في اي بلاد انا هيتعلم علي لو اول عميل قال دول مش فاهمني صح ولا صح لان رغم ان انا بتعامل معاه معظم الحاجات التكنيكل بتبقى بتكتب يعني بترد عليه بايميل حل المشكلة بواحد خطوات واحد اين تراتة اربعة بص على المانيول في صفحة كذا رقم كذا فجبنا الناس تتعلم انجليزي وجبنا عملنا كورسات للانجليزي ككل ناس حضرت اول اسبوع قالوا 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 جايبينهم للمكان اللي هما فيه اللي هو كان بعيد في خارجة زكاية مدفعينه كشركة ولكن الناس بتستعلي على نفسها يعني انا حس الناس كمان انتوا بتضيقوا نفسكم يعني انتوا انا عارف كويس انا مش محتاج دي برضو حاجة تانية المانجرز والتيم ليدرز بيقى فيها انا مش محتاج تحس ان هو بيتكسف او ان هو شايف ان انت يتعلم عيب ان انا روح كورس انا لحدة دلوقتي بروح كورسات اي حاجة بحب اتعلمها بايدي انا بروح كورسات خياطة عشان لما روك يا ياس الله عارفة بيعملوا الحاجة ازاي عارف اتكلم مع الراحة اغلب السي اوز في المالتي ناشنلز الكبار في امريكا وكذا بيعنده اتنين وثلاثة منتورز وعنده كوتشز كمان يعني عنده كوتشز ناس اللي بيشتغل معاك كوتش او ادفايزر اكتر من ثلاث اربعة ادفايزرز هو ده الطبيعي في الليفل ده طبيعي مفيش حد مع كم المعلومات اللي موجودة مع كم التغيرات اللي في اسواق العمل وفي الاقتصاد والجيوبولاتيكس والمناطق الاقتصاديا وسياسيا وكده مفيش حد يقدر يلم كم المعلومات دي فهو محتاج فعلا ادفايزرز ومحتاج كوتشز ومحتاج منتورز وكده عشان تعف تبقى ليدل يعني هي فكرة القائد الاوحد او القائد الملهم اللي كانت ممكن تبقى زمان هاللوقتي مش موجودة الكم من الاحداث اكبر بكتير من اي شخص فينا هيستوعبه في الاخر احنا كلها بني ادمين فمهما كنا شطار لا يمكن نستوعب الكم ده في السرعة دي يعني لا يمكن طيب انا عايز تتكلم على المرحلة اللي بعد اووركل انتي اعتقد روحتي في ودافون بعدها صح روحتي في ودافون بعدها انا انتقلت بعد كده لتاني حاجة اسمها جلوبال رينيوال سنتر كنت بشتغل في المبيعات بتاعة خدمات السيونة بتاعة العملة كلها في 2018 بعد ما تمت عشرين سنة بالضبط في ووركل انا جات لي فرصة رهيبة ان انا برضو عشان شبكة علاقاتي كويسة وبتعامل مع الناس كلها وبسأل وبعمل كده مع الجلوبال سبورت اللي كان ماس كان فلقيت انه جالي تليفون من حد من الرؤساء اللي كانوا في فودافون انترناشنال فودافون كان اسمها V.I.S فودافون انترناشنال سيرفيسيز وقال لي ان هما بيدوروا على حد عشان اللي جوه هينتقل لشغلانا اعلى جوه فعايزين داع برضو ريفيرل قدمت حتى ما كانش عندي سيبيان سيرسي ما كانش عندي سيبيان اللي عملي بسرعة فبعدت الحاجة والحمد لله رحت في فودافون في 2018 رحت بقى لقيت مدرسة تانية خالص شركات التكنولوجي زي ما قلت لك شركات محدودة الماركتينج هما بيشتغلوا تكنيكا الكويس قوي ودول بقى البرودكت بتاحهم او التكنولوجي بتاعتهم اللي بيقدموها بتتكلم عنهم رحت بقى لقى الحاجة تانية خالص لجزئية تانية لخدمة العملاء وتجربة العميل رحت بقى لقيت سبعة تلاف موظف نكلم بقى في رقم تاني خالص غير اللي كان بعد ما حتى تكبرنا رقم تاني خالص هيراركي أعلى بكتير جدا متريكس تاني ففي جزء من التيم ده الجزء التكنيكي كان بيريبورت لناس بره لكن كسنتر هاد في مصر أنا مديرة المركز الخدمة هنا في مصر او السنتر ولكن كنت مسكة الكاستمر كير او خدمة العملة اقراس مصر والهند ورمين ودي تانية شغلانة بعد آخر شغلانة اللي هي في أوراكل أتعرض لأن أنا أمسك كثير برا مصر قبل كده كان مصر ورومانيا لوقتي كان مصر والهند ورومانيا فروحت لقيت حاجة تانية خالص لقيت بيزنس مدرسة 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 بتعلم منها كتير جدا رحت بقى لقيت الحتة بتاعت الكوتينج او الشوغر كوتينج ده مهم عرفت بقى ازاي ان انا هيبقى مطلوب مني اقف قدام في مؤتمرات صحفية وارات وانترنلي بنعمل التاون هول او اللي هو الاجتماع بتاع كل الموظفين لازم أبقى عارفة ازاي بتكلم فيه وبيعمل ريهيرسلز وكده الشركات التانية بنقول كلمتين ساعات حتى مش الاجتماعاتي على مستوى دوري زي الشركات لا دي مهم قوي كل شهر فيه اجتماع كل اسبوعين فيه كل فيه حاجة وبرضو خدمني مشواري طويل زي ما قلتلك في ان انا كنت بعرف اتعامل مع الناس برا مصر وكده بعرف اتعامل مع الاختلاف بعرف اتعامل مع الاختلاف بالعكس بحب ان انا احتوي اختلافات الناس بتعامل مع كل اطياف واشكال الناس في كل حاجة رحت اتعلمت بقى كتير جدا رحت التيم بتاعنا بتاع الهند شفت بقى جزء تاني من الثقافة وثقافة عمل مختلفة ناس بتحترم جدا ان فيه حد جاي وتحضر له بقى متحضرة ومعمولة وكده اعرفت الفرق ما بين ان انا اعين مجموعات صغيرة من الناس وان انا اعين بالالفات فيه فرق كبير قوي والترنوفر زي ما كنتم نتكلم الترنوفر بتاع الناس اللي هو الناس بتدخل وتخرج الشركة لان هو الخدمة دي تعتبر لو هنعتبر ان فيه زي هرم لاهمية الخدمات او الفاليو بتاعتها يعني قيمتها ففيه جزء كبير قوي بتاع خدمة العملاء ممكن اشتغل على خدمة بسيطة بتحتاج زي ما تقول في الاول تليفون او بحتاج ان انا اتواصل مع القسم فازاي نجيب ناس ازاي يبقى الركروتمنت والهر ده كان حاجة بالنسبالي يعني حاجة كبيرة قوي قبل كده الشركات التكنولوجي برضو موضوع ده محدود قوي عندهم يعني تقريبا مفيش دبارتمنت دي سغيرة اتعلمت ازاي اسمع للناس اكتر راح الاندستري انا صراحة ما عنديش كان خبرة فيها اتعلم يعني ايه يعني ايه فرست كونتراكت رزوليوشن يعني ايه الوقت الوقت اللي على التليفون اوكي فازاي الويتنج تايم مفروض دي بقليل او التايم بتاعة الكل مفروض دي بقليل كل الحاجات دي اتعلمتها وتعلمتها اتعامل مع اسواق داخلية بقى ليه بوضفون كتير جدا لان احنا كنا هنا بنخدم المانيا وارلندا وانجلترا وكده فتعلمت ان انا اتعامل مع الاسواق دي لان هما لهم متطلبات مختلفة يعني كل واحد من الناس دي ليه متطلبات مختلفة وليه اماكن عايز يشتغل منها وليه اماكن بسعر ان فيه ناس طلبت مباني مسلا مختلفة انا ما اداش اشتغل من المبنى ده لازم اشتغل من المبنى ده فتعلمت حاجات كتيرة جدا اتعلمت حاجة مهمة جدا لما كان بيعملنا مديري وكده تعلمت حاجة مهمة قوي منه ان انا اتكلم اكتر شوية يعني فيه نقاط ضعف عند كل واحد فيه لما رحت وحضرت كتيرة قوي هناك وانا كرائدة اعمال سيدة قيت كتير قوي موجودين سيدات وديكت حاجة مهمة قوي فوضفونا بتحترم اختلافات الناس فانا فاكرة فيه عملناه كان فيه واحد بيعمله يعني وجيه قال لنا اكتبه قصة حياتكو في صورة قد انا كده ورقة الكبيرة بتاعة البوسترز دي وقد انا قلم وبركرز وكل واحد شايف ياخد وقت قد ايه ويرسم حياتك حاجات ممكن تكون تحزينة جدا في حياتك قال لقيت بقى الناس اتكلمت على مش عارفة الناس اللي اللي ابقاء هم مثلا صغيرين وعيات بقى وانا اول مرة اتعلم ان لا عادي جدا على فكرة ان الواحد يتكلم على الحاجات دي ونعمل لها شيرين مع بعض ونتكلم فيها لدرجة لما بعمل التقييم اللي هو الابريزل انا بسأل ناس كتير جدا يعني بحكمش على حد في جزء من الوكلي ميتين او كده كان علمولي مدير احسن مدير لي بقالك قبل كده قال لي ان بيقض في الوكلي ميتين يسألني على البروغرس والبلان كما نعمل من النامبر تري ولا فور بيز ومن هم البرسنال في حاجة مؤثرة عليك ممكن تؤثر على شغلك بننسى الحتة دي احنا بننساها تماما ان انا ممكن اطلع شغل احسن من واحد بان انا بس اقعد معاه شوية احتوي احتوي واقعد معاه شوية ايه حتى لو بيجي متاخر ايه اللي بيخلي تجي متاخر مش ممكن يكون في ظرف عنده في البيت او حاجة نفهم نحلها مع بعض ازاي فعرفت ان الشفافية وال بتاع الحاجات دي مش عيب مش عيب ان انت تبقى رئيس تنفيذي وتتكلم على الحاجات مصر لاني ساعات كتيرة برضو الفكرة للشخص القيادي سواء الرجل او امرأة ان هو شخص قوي ما بيبنش بيضعف ما حد يعني كل كلمة بحساب فاهم كل حاجة ده كتير عند الناس فيقولك انا لو اظهرت ده ناس هت مش عيزة تستهيفني بس تستقلب ايه تقول ان انا ده راجل ضعيف ده ما ينفعش او او ممكن حتى كسيدة يقولك لأ انا كده حبان اللي انا ضعيفة ده سنة ست فهيقوله لأ انت كده مش هتعرف تتهندل السبعة تلاف موظف اللي تحديكي وحتعرف يديرهم بقوة وكده ازاي يعرف انا كشخص قدامك لو عندي بيزنس صغير مدير جديد مدير كبير احنا فيها انا ما بحبش قيود الثقافة او العداء هي واقع هي واقع ما ينفعش نخفض او نختلف معايا واقع وعلشان كده انا بقول الشركات العالمية اللي بتيجي مصر بتطور منا كناس بتشتغل وتبقى مدير بعد كده وتبقى تبقى ميدر شكرا هرجع تاني كونت 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 متكلم فيها في الأول لما تشتغل حتى في خدمات العمل في الأول بتتعلم حبة حاجات جديدة منها دي ان انت لما هتقعد مع مديرك اللي برا هيسألك الحاجات انا بحاول اغير الثقافة دي في الموجودين حوالي ولكن هي مش سهلة مش هقولك انها حاجة سهلة وبين يوم وليه لها تحصل ولكن ملاحظة انها ابتدت تزيد شوية اكتر حتى في المدارس ابتدوا يبقى في ناس اخصائيين ويسألوا الناس المشكلة او الحاجة ابتدت تزيد شوية ان انا يبقى عندي كوتشنج وابتدى يبقى فيه كوتشنج ده او دول بقوا مشهورين جدا في مصر بيكلموا على الحتة دي ما بيقلل شي من اي حد ودي مهمة انت لفت نظريك وتعايز وبعتبر زي ما بقول انا عارفة نقاط ضعفي وبتعلم منها او بحسنها او بشغالة عليها بداش بحسنها شغالة عليها سلولي بتشورلي حتى لو هي حاجة صعبة علي انا شايفة ان النقطة مهمة جدا ان الناس تبقى تقنولج او تقول ان انا بتعلم من اللي تحتي انا بتعلم منهم فانا لما هتعلم منهم هبقى اقوى ليه يبقى ضعيف ان اللي يقعد مع حد كتيرة تعال الافريج هندلينج تايم ده معنا الافريج هندلينج تايم ده الكول بتاع اه دي مفروض من ثلاث ثواني مش بيقلل مني بالعكس انا بحس انها بتزيد ليه وبشوف بقى طبعا موديلز كبيرة قوي يعني انا بشوف انا من الناس المسلا اوبرا وينفري اصارت فيها في حاجات كتيرة جدا فبشوف بتاعاتنا مختلفة ولكن بإدنا كلنا يا احمد نغير انا مؤمنة بكده اللي هي نقطة في بحر انت هتعملي هتشيلي هترمي الورقة دي تمام الورقة كله معلش انا حفر انا حتى في البودكاست في بعض الضيوف يبقى خايف يتكلم على حاجة مرحلة انسانية مربية في حياة وصعبة او حياتها فشل في نوع تراما مرت بيها او مر بيها انا حتى في البودكاست وانا بعمل او بقول لا احكي لان دي اكتر حاجة بتلمس مع الناس لان بتخرجك برا التايتل والقوضة وانا المدير التنفيذي وانا كذا وانا صعب شركة الانفاستر الى انسان انسان يا جماعة الراجل ده او الست دي مرت بتراما صعبة وتغلبت عليها اثرت معاها علمت معاها في حياتها بقت شخصية مختلفة بعديها لسه بتتعافى او بيتعافى منها انا بشايفة ان الجانب الانساني ده حتى لما الليدر بيعمله من غير ما يبقى فيه تصنوا يعني بيقرب الناس منك اكتر وبالعكس الناس بتبقى عايزة تسابورتي واكتر عايزة لان هي شايفة فيك ان انت بني ادم عالي زي هم انت مش حد قاعد في طاور او قاعد في برج عالي بعيد عنهم من غير ما يكون فيها اصطناع زيادة على زوج لان فيه ناس بتحاول تعمل الموضوع ده بتصطنع يعني بتت كده اللي تعملت بيهم مع ثقافات مختلفة عرفت ان احنا كلنا انسان كل القصص اللي بسمحها من ناس حتى فرنز كده اصدقاء بتبقى على حاجات كلنا بنمر بنفس انت بتعتقد ان الامريكان ما عندهمش مشاكل زي اللي عندنا على فكرة ما عندهم مشاكل زيها بزا بكتير وحاجات انا عشت في وسطهم اغلب حياتي بزا يعني مشاكل نفسية اكتر كمان اكتر بكتير انا بشوفها بكتير اكتر فانا لما باجي زي بقولك دي حاجة بنتعلمها وبحاول اعلمها للتحتية للناس اللي معي اللي حوالي مش تحتية انا بكلم كمان مش في الشغل سواري انا دايما بقول دائرة تأثيري هي دائرة تأثيري في كل اللي حوالي صحيح الاصدقاء العيلة حتى كده لما بتعرف زي بقولك لما بتعرف الجانب الانساني او بتسأل شوية تعمل زي بيسموها الديب دايفين تسأل شوية ممكن تلاقي في مشكلة انت محتاج تتعاطف مش عاد تقول تتعاطف معها شوية او تفهمها اكتر بمعنى او زي بقولك حد عنده مشكلة في شغل يلاقي ان هو الايام دي مثلا والدته تعبانة قوي وبيضطر يصهر بالليل فتيجي تقوله طيب تعال نعمل ايه تحب مثلا تشتغل ساعتين زيادة تيجي ساعتين الصبح متأخر في حلول او بقدم نعم في الناس بتخاف في مصر تقول كده تخاف في مصر تقول عندي مشكلة عندي ظرف دلوقتي طارق في البيت عندي انا عيان الناس تقول علينا ايه انا عيان اصلا الناس تقول علينا ايه الناس هنا بتقول فانا شايفة ان دي بتتغير شوية بشوية تدريجيا كده زي ما بيقولوا بوجود الجلوبال الفهمة بقى العالمي اللي موجود ده بالانفتاح على السوشيال ميديا مش عارف انا شايفة انا ده صعب اوي تغييره في الحالي بلكن ابتدينا خلاص نعرفه كل واحد مننا بياخدوا من مدير بيوصلوا لتحتيه ايه اكتر الدروس لو تقول لي مثلا تلات دروس اتعلمتهم في القيادة والمانجمنت من خبرتك في هودا فهم لا اتعلمت دروس كتيرة مش تلاتة اتخلينا نختار تلاتة اتعلمت ان انا لازم اقعد مع الناس كتير جدا اتعلمت ان انا لدي تيمز كبيرة اوي زي تيمز اللي موجودة بعض معاهم بتقعد معاهم في افطار بتقعد معاهم في الهند في حفلات اللي بيعملوها ويعملو لكم رأسة لازم تقعد تسمع منهم فلازم اتواصل مع السيم بتاعي وما بقاش في بورجة عالي واقول لا المديرين اللي عندي هم اللي هيوصلوا الناس دي فدي حاجة مهمة جدا اتعلمتها من هناك اتعلمت حاجة تانية ان انا اتعلمت ان ازاي زي ما تقولت بقى اماناج النتورك بتاعتي جوه اماناج النتورك بتاعتي او علاقاتي الجوه المؤسسة نفسها واكتشفت ان دي حاجة مهمة جدا ان انا بقى عارف مؤسسة كبيرة قوي ولازم بقى عارف ان انا اروح اتكلم الناس بتاع المانيا لان هما بيفكروا يودوا سورفس في بلد تانية طب ليه طب انتو جيتوا قلتوا ان احنا بنتكلم برلين جيرمان ايه اللي حصل نروح نعمل حاجات دي فلازم اوطد علاقاتي جوه جوه الشركة نفسها او جوه المؤسسة لازم اتعلم ازاي اتواصل مع كل الناس مع الهر ومع الفاينانس ومع كل حاجة احنا فصلنا الشركتين اتا بوينتوف تايم فانا كان عندي مسؤولية معاملة الامن فما تعلمتاش دي قبل كده يعني امنيز دي ما تعلمتاش قبل كده فدي حاجة الحاجة التانية لازم كنت دي بقى درس قاسي كان شوية ان انا تعلمت ان ساعات لازم اعود اكتر شوية دي كان عندي انا اعود اعرف الولا الناس تبقى طف اكتر شوية اشد شوية اشد شوية او حاسمة ممكن ان يشد حاسمي يبقى عندي حاسمة بالزبط اتعلمت لان انا عادة عندي اوبن دور بوليسي وبسمع وبعمل وساعات لان بيتقلع في حبة كده حاجات مش هقول قاسية يعني انا في ناس تقللي يمشي يازم يمشون انا ما اضعش عام كده انا ده بالنسباي لازم ادرس انا الشخص واشوفه بنفسي فتعلمت كان لازم ابقى قاسية الليدرشيب او حد بيتحط في الليدرشيب رول هو مش عشان ياخد القرارات السهلة وعشان ياخد القرارات الصعبة اللي محدش عايز ياخدها هي دي اصعب حاجة في الليدرشيب الناس بتبص على اوفيس بريستيج كذا سالري لكن الحقيقة ان في قرارات صعبة جدا عمرها ما الناس كلها هتبقى مبسوطة منها عمر ما هترضي الناس كلها عمر فيه ناس هتزعل منك فيه ناس كذا فيه كذا للأسف اللي بيتحط في البرول دي اكتر حاجة صعبة فعلا هي القرارات الصعبة الحاسمة اللي لازم تاخدها وساعات ناس كتيرة قوي بمعدنها طيب طيبين من جوا عشان يرضي بعض الناس او ان هو ياخد القرار الصعبة مش عايز ياخده او ان هو لا طب استني بيأزي ناس كتيرة جدا بسبب قرار مفروض كان يتاخد يعني انا باشتهل كوتشنج وادوايزر لسي اوز كتير منهم كانوا ضيوف عندي في البودكاست هم مكلينس أصلا عندي كتير قوي من لاقي مشاكل لما باجي اعمل اناليس في الشركة قلتولهم ده كان فيه قرار حاسم انت لازم كنت اخده هنا وما خدتوش استنيت اجلت 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 او المشكلة كبرت او الشخص التوكسل ده تأثيره كبر فأثر على ناس تانية فالناس تانية بقيت تزعل منك كمان معين انت كنت ايه لو خدت القرار الصعب وقفلت الدنيا كانت هتبقى صعبة في وقتها بس بعد كده هترايحك طيب حضرتك بتعيني ناس كتير وبتمشي ناس وبتشوفي ناس كتيرة كتير ايه اللي بتدوري عليه في فريق العمل بتاعك او لو انا مثلا النهاردة عايزة اجاد اتعين معاك ايه اللي بتدوري عليه طيب فريق العمل انا هتكلم على ماكرو شوية انا اشتغلت في جزء في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فبصيت يمكن على البلد من منظور اعلى شوية ان الصناعة دي ككل فخلينا اتكلم على الصناعة ككل مش بس عندنا فايسون لان هي في الاخر معايير واحدة او ريسيبي واحدة انا زي بقول كنت في الهيئة انا عملنا كنا استراتيجية للبلد وعرفت المأدير بتاعت الحاجة انا جاي هنا بقى شوف الطبقة هتشتغل ولا بالطريقة المزبوط ها قدام البوتجاز ونشوف الطبقة هتشتغل المعايير الاهم هم فيه ثلاث حاجات اللي بندور عليهم في الناس النالج بتاعته المعرفة بتاعته او التعليم بتاعه عشان فيه فرق ما بين التعليم والتعلم فدي حتة ان هو لازم يعارف النالج المهارات بتاعته والاتتو السلوك الناس بتغفل جدا ويمكن اللي احنا كنتكلم فيه قبل كده بتعارق وسيح دم وده بيبقى جزء السلوك بيبقى توكسيك فعلا بينتج فدول ثلاث حاجات بنبص عليهم انا ممكن اقولك ان المهارات ممكن نعلمها للناس صحيح يمكن اكتساب المهارات كده والتعليم برضو مش لازم الصناعة دي انا قلتلك من ميزتها انها فرص عمل لكل انواع مش لازم على اخير جامع قلتلك بالعكس فرصة هيلة لو نقدر المعاهد تدخل فيها اللغات وكده وكمان تشتغل في الصيف لو عايز تشتغل في الصيف وترتقي بانك تاخد شهادة اعلى فده الجزء السلوك انا بالنسبة لي من الحاجات المهمة جدا السلوك لان ده بيأثر زي ما انت قلت بالزبط ده بيبقى سم كده بتحط بتلاقيه بيتوغل في التيم كله من غير ما انت تاخد بالك ولسه متعرضين سبحان الله للموقف زي ده من اسمعين بالزبط حد على طول بيع نفسه وانا 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 ولكن القرار بقى لما تعلمت القرار كان حاسم ساعد يمشي حالا يمشي حالا وقعدت معي السلوك بالنعم ولازم الناس تدافع لازم مش عايز اسمع ودي حاجة مهمة خبرة مهمة جدا لازم الانسان يسمع شوية ودائما بقول الحاجة اللي انا بقولها او استيعاب بالنسباني ممكن مبقاش صح 100% بس في جزء لو حد شايف ان انا كده في جزء منه حقيق على فكرة مرش عارفة هي في مقولة بتقال بالامريكان في جزء حقيقي فالسلوك مهم المهارات اللي محتاجين للموضوع ده سهلة جدا انت مهارتك الاساسية انك تعرف ازاي تتعلم ازاي يعني يعني اشتغل علي الناس تعلم كيف تتعلم اهم المهارات دلوقتي مهارة التعلم مهارة التعلم دي من اهم الحاجات دي اكش اللي بدور عليها لانه ممكن يكون مش جايق بالخبرة اللي انا عايزيها 100% لو يوفي 70-80% منها خلاص ولكن السلوك هو المهم لان بالذات في البيزنس اللي احنا فيه الناس مستريحة هاي بتشتغل الناس بتشتغل فترات عمل طويلة فيه ناس منهم زي ما قولنا فيه ناس بتاخد كولز فيه ناس بتدي كولز هما كلهم اصحاب مع بعض وسرعة في الاداء وكده فلازم يمبسوطين فمن فاشل لجنبي يبقى بداية ايه معنى النجاح بالنسبالك الحياة عم النجاح بالنسبالي هو ان انا بقول للناس اللي بتسيب الاثر الطيب كلنا نجحنا مختلف بالنسبة البعض ولكن انا كل واحد يعني النجاح بالنسبالي مختلف انا بحس ان النجاح بالنسبالي ان انا اؤثر في اكبر مجموعة من الناس اكبر مجموعة من الناس سواء بقولك في الجزء العملي او في جزء حاجة تانية انا عايزة يكون لها تأثير على اكبر عدد من الناس وعلم اكبر عدد من الناس وعشان كده دايما بقول بابي مفتوح يعني عايزة الناجح هو اللي بينجح في ان هو يطلع احسن حاجة من كل واحد حواليه حتى مش لازم يكون مرؤوس عنده يعني عارف المسرح المخرج بيدخل كل واحد ويطلعه حسب الدور بيقول ان كل واحد عنده دور في الحياة ربنا سخرنا في الارض لان كل واحد فينا عنده دور مختلف عن التاني لا احسن ولا اوحش ودي حاجة برضو بنكمل بعض ودي دايما بنقولها حتى في التبادل الثقافي اللي انا بقولك كنت فيه مفيش لا صح ولا خطأ في اختلاف في اختلاف فقط ده النجاح ان الواحد يعرف يوظف الناس اللي معاه لا احسن ما عندهم ويسمع عليهم اكتر شوية ويبقى عارف نقاط قوة كل حد بيسمع لو انا عدتك قدام نفسك وانت عندك 21 سنة تنصحي نفسك بي الجورني اللي انا كنت فيها ابتدت بان انا وتلك كنت بشتغل في الصيف وبعمل حاجات وكده الحاجة الوحيدة اللي انا شايفة ننصح نفسي بيها اختلاف هي ان انا اغير الكارير او غير مسار الكارير بتاعي للحتة بتاعة الكميرشل او البزنس اسرع شوية سواء كان ماركتنج بي ار او بحب السي اس ار برضو الحتة دي بشتغل عليها انا اشتغلت اخذت بقولك الماركتنج كورس بتاعة بروكتر انجامبل اللي يمكن بقول نفسي الماركتنج والسيلز واتعرض عليها اشتغل في اي حتة فكنت لازم دي الحاجة اللي بقولك اغير المسار اشتغل فيها ودي اللي كان لازم اعمله من وانا صغيرة يمكن حاجة تانية ان انا انظم وقت شوية لان انا بعمل حاجات كتيرة اوي اكسترا كوريكلا بلعب حاجات كتيرة بحب اتعلم حاجات كتيرة محتاجة كنت انظم وقت شوية اتعلم بركب خيل وبالعب جولف وبتعلم حاجات كتيرة اوي مختلفة وعمري معرفت ان انا اخطط شوية او انظم شوية دايما بدي وقت الشغل اكثر لو تخيلت نفسك في اخر الكرير بتاعك تحب الناس تفتكرك بايه او تقول عنك ايه اثر الطيب الاثر الطيب انجح ناس على فكرة قد تكون نجحة لفترة عشان شغلها وعملها ولكن عايزة اكترا ايه بهم لما بيسيبوا الشغل مين فيهم اللي بينجح هو اللي بينجح ان الناس تتكلم عليه او يبقى سايب الاثر الطيب بعد ما بيسيب الشغلان اللي هو في كل واحد السلطة او القناع اللي هو وقته دلوقتي بيديله حبة صلاحيات انا لما كنت في الهيئة زارة وبنامل بيديله حبة صلاحيات ولكن اهم حاجة انك تبقى اثر طيب للناس تساعدهم تسيب كلمة كويسة دايما للناس دايما بقول الحاجات اللي دايما بنفتكرها بنقول كلام مش رطيف دايما حتى بقول في خد خد بالك اتكلم على فاكس بس متقول ش كلام مش تضيف او دايق حد فاخر الكرير عايز الناس تفتكرني وعايز الناس تفتكر ان انا دايما موجودة وده انا بقولها اهو هنا عندك انا فعلا يعني في كل مجال انا في بحاول اساعد الناس اكتر نفسي ان الصناعة دي بتاعت التعهيد حتى بلاقي في الجولف كارتز في التجمع بقوله في الساح اللي موجودة باخد رقم تريفون الناس وبعط لهم اي في كورسات مجانية الوزارة بتاع فبحب تعرف بكده ان انا الموجودة للناس اساعدها اي وقت اي اكتر نصيحة حد الهالي في الحياة عم تا نصيحة حد الهالي في الحياة انا هقول نصيحة اخدتها من مانجمين ديبلوما كورس اخدناها كده واحدة في كوبنهيجن واحدة في ميشيجن دايما ابص على دايما كل حاجة كل حاجة از ريليفنت وذن الكنتكست بتاع يعني يعني كل حاجة مفيدة او ريليفنت للناس يعني انا مفيدة لك الموبايل مفيد ليا في حدود الابليكيشن الحاجات اللي انا بشتغل عليها على الموبايل فاكتشفت ان انا كل جانب ليا كشخصية يعني دي حاجة من الحاجات اللي انا المفيدة لتعلمتها جدا ان انا شخصيتي فيها جوانب مختلفة كتير قوي كل واحد لازم اوظفه للمكان اللي انا رايحة فيه يعني انا دي النصيحة لحد قال هالي خدي بالك انت بتتلوني بالشكل لما بنزل بشتغل الوقت بحب اشتغل مع الشباب قوي برضو عشان الحتة بتاع بقولك رحلات التبادل الثقافي اللي كنت فيها في اليابان على المركبة 40 يوم بنزل الناس بلبس زيهم وبحب بأنرجي بتاعتي معاهم فبحب اتطبع بالشكل ده ودي نصيحة ان انا لازم بقى قريبة من الناس ما حسستكش ان انا لا فوقيك ولا بتعال عليك ولا كده لازم اشوف تاني هو عايز ايه هو ايه اللي بالنسبة للشغلان دي بتمثله ايه فدول الحاجات اللي اتعلمت اللي كانت مهمة قوي نصايح ادتها لو عندك كتاب او اتنين او تلاتة فرغوا معاك وحبت ترشحين ترشحين او اكبر كتاب اثر فيه في حياتي كلها اللي هما السبع خصال للناس الاكتر كفاءة الكتاب ده غير حياتي خالص خدتوا الحمد لله خدتوا في اوائل الشغل يعني كنت لسه بقالي 8 سنين بقى الحاجة بشتغل خدت الكورس ده الكورس ده تلعت منه وبكذا حاجة طبعا انت عارف انه فيه كورف للتعلم فالواحد بينسى لما انا تعلمت منه وبقيت اتدرسه او لما روح حتى حاجة بقوله للناس في المعسكرات اللي انا بروحها بتاعت الشباب وكده بقولها احد الحاجات الخصال السبعة ده من اكتر الحاجات اللي اثرت فيه انت ناجح انا ممكن ابقى ناجحة جنبك مش لازم افطسك ممكن ننجح مع بعض عادي مش لازم مش مش تنافس لو انا نجحتي يعني انت فشلت لا احنا ممكن ننجح مع بعض عادي انا بسميه التنافسية التكاملية بزبط مش بكمبيت فقط لازم انا حتى في الصناعة اللي احنا فيها انا بشتغل في الشركة عندنا رابطة للناس اللي بشار انا بروح اسألهم حاجات انتو بتعملوا ايه في كذا انت ممكن تكون عندك كلاينس كبيرة اوى انا كلاينس كبيرة اوى علي اديها لك انت كلاينس صغيرة ميديم وصمال علي اديها لك ليه لازم اعمل كده فالوين وين دي حتة مهمة وعلى فكرة الوين وين مش معناه وبتفرف تقوير المجال كمان يعني انا في البودكاست في نسكتاب عندهم بودكاست بيبعتولي بالعكس انا عايز هم يتطوروا لان ده في مصلحة المجال ده نفسه شكرا يا احمد انا بقلت الحتة دي اه لان الساعات بيبقى الناس اللي هم اه احنا ممكن حاجات بنتنافس بعض الامور بس بعض الامور احنا بنبص تاني بنرجع للصورة الكبيرة ان حديك عايز تطوري المجال ده في البلد فلا يمكن تعمليه كشركة واحدة ولازم كتلة كبيرة من الشركات تطور المجال ده مع الناس لان ده اللي حيديني البول او عدد كبير من الموظفين انهم يكونوا عندنا كلنا ده اللي هيكبرنا كلنا ده اللي بيقوله الاندستري دي او الصناعة دي لو كبرت وده اللي الناس بتنساه ان انا لما بشتغل على حاجة واللي جنبي بقومه اكش المفروض اخد بايده ليه ما فيش ناس بتتكاتف مع بعضيها شركات تساعد بعضيها انا بكمل انت بتعمل بودكاست في الحتة دي انا بعمل دي طب ليه لو انا جالي عميل ادهولك انت او نعمل حاجة مع بعض فالوين وين دي مهمة قوي وتعلمناها زين بيقولك برضو على مدار المعافرة اللي انا عملتها وانا صغيرة وبتعلم وبشتغل كتير اماني في نهاية اللقاء انا حابت بشكرك جدا القعدة اللطيفة دي انا شخصين استفدت منها كتير وان شاء الله ما نكوناش ديوفت وقال عليك وانا اتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله وان شاء الله يكون لنا عدد تانية في المستقبل شكرا يا احمد والله جدا والحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقولها للناس والشباب فعلا نصيحة لهم خليك انت العامل المؤثر في الناس اللي حواليك دي برضو من الكودس اللي اثرت فيه جدا خليك انت الناس اللي بتبسله الناس بتعمل فرق في الناس كلها النجاح بيأتي من كده مش بان انا فقط بنجح بارقام وبفلوس وبحاجات بخدر الرز متنوع جدا ودي فرص دي ما قلت كنز فرص للشباب فياريت كلنا نبقى واخدين بالنا ان احنا لازم نعمل تأثير في الحوالي متشكر اوي وجودك معنا ولو انت او انتي لسه بتسمعونا لغاية دلوقتي ما تنساش تفعلوا جرس النوتفكيشن اكتب لنا في الكومتز رأيكم في الحلقة لو في اي اسئلة عندكم او لو حابين ترشحوا ضيوف في المستقبل يكونوا معنا ولو بتسمعونا على اي منصة من منصات البودكاست صوتية تساش تعمل اكتب لنا رأيك او اسئلتك او ابعتها لنا وشير ولو مع شخص واحد عشان نقدر نوفر المعلومات دي لأكبر عدد من الناس ونشوفكم في حلقة جديدة من بزنس بالعربي بودكاست وما تنساش انت سي او حياتك السلام عليكم اشتركوا في القناة